اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ايوا برنامجكم زي ما انتم متعودين الاهل خط احمر اهلا بك يا وسامي اهلا بك يا فارس واهلا بمشاهد القناة النادي الاهلي في كل مكان اعظم نادي في الكون طالعين في ظروف شايفينها جيدة وهي ان النادي الاهلي بيكتاز فريق المريخ السوداني وكمان الهلال بيخسر امام سانداونز مباراة نتجتها بتخليك في الجولة الاخيرة التعادل يكفيك للتأهل مباشرة لربع النهائي داي خليني قول انت تعرف ان انت لقدر الله لقدر الله لو خسرنا 1-0 كمان نسعد بس في حالة واحدة ان المريخ السوداني يفوز على سانداونز في جنوب افريق المواجهات المباشرة دايما بتكون لما يكون فريقين فقط لغير بيتنفسه على مقعد ولكن في حالة لقدر الله احنا طبعا مش عايزين ده بس احنا بنحط الاحتمالات امام حضراتكم ان المريخ السوداني يفوز على سانداونز هيبقى سبع نقط لقدر الله الهلال السوداني لو فاز 1-0 على النادي الاهلي هيكون هو كمان سبع نقط والاهلي هيكون سبع نقط وقتها هيتم استبعاد نتائج الثلاث فرق مع سانداونز هتلاقي النادي الاهلي مخدش ولا نقطة من سانداونز فيتبقى رصيده سبع نقاط زي ما هو الهلال خد نقطة من سانداونز فينزل لست نقاط المريخ هيكون وقتها واخد أربع نقط عادل وفوز في المجولة الأخيرة فيبقى رصيده ثلاث نقاط فيصبح النادي الاهلي أيضا هو ثاني المجموعة ده بس مجرد احتمالات ولكن احنا ان شاء الله هنفوز بإذن الله على الهلال عشان ده مهم جدا لرسالة لباقي فرق أفريقيا ان النادي الاهلي يقعاد للنصرات يا فارس ومش هنلعب على فكرة انا عمري طول عمري وحياتي كده يقولك نلعب على فرصتين بيفقدهم احنا نلعب على الفوز ان شاء الله ان شاء الله نلعب على الفوز ومازال النادي الاهلي حظوظه قائمة وبشدة كمان في ان شاء الله بإذن الله يتأهل زي ما قلنا عندنا اكتر من فرص ده اللي يخلينا نروح لحاجة مهمة يمكن الواحد كان بيشوفها في الاعلام الفترة اللي فاتت وهو ما قبل مباراة الزمالكو واتلاتيكو وما قبل مباراة النادي الاهلي والمريخ نظرية ان انت تحط البيت كله في سلة واحدة وتقول كلام ظاهره الرحمة وباطنه العزاب يعني ايه هقولك انا يعني يعني تيجي تلاقي الكلام في الاعلام الفترة اللي فاتت كلها يعني ياه على اللي وصلت له حال الكرة المصرية ياه على وضع الاهلي والزمالك في المسابقات الافريقية بص ازاي فرقنا وصلت للوضع ده في افريقيا ما ينفعش نشوف الاهلي والزمالك في الموقف ده لأ ثانية واحدة الكفتين ما ازاي بعض نحترم نادي الزمالك ولكن وضع الافريقي مختلف تماما تماما عن النادي الاهلي فكنت رايح في الجولتي الاخرانين عندك حظوظ مهمة جدا وعندك حظوظ قوية فاكتر من احتمال لدرجة ان احنا هوا بنكلمكم حتى مش في احتمالين بس الفوز او التعادل لا كمان زي ما قلنا وشرحنا في حالة كمان الخسارة باحث سفر في ظل نتيجة المريخ وساندونز اذا النادي الاهلي كان عنده فرصة فكونك تستغل ظرف وقتي ولحظة وقتية واجي اتباكة على حال الكرة المصرية لا ثانية واحدة انت هنا بتنال من صورة الاهلي الزهنية وبتحطه على قدم المساواة مع فريق عنده مشكلة كبيرة جدا اخرى وهو انه بيودع البطولة للنسخة العشرين على التوالي اذا الوضعين مختلفين تماما نادي الاهلي محليا صدر الدوري عشر مباريات بيفوز تسعة وبيتعادل مباراة وبيقدي اداء رائع النادي الاهلي افريقيا في طريقه ان شاء الله بإذن الله في مشوار الحداشر والبطولة التالتة على التوالي ما ننفعش ابدا اخد النادي الاهلي لجملة حال الكرة المصرية ووضع الكرة المصرية متشكرين يا جماعة لمشاعركم لو تفهمنا ان هي خوفا عن النادي الاهلي بس مع احترامي للجميع فكرة ان شد النادي الاهلي خطوات للخلف شتان الفارق ما بين مسيرة النادي الاهلي الافريقية واي فريق تاني دي حاجة حبيت ابدأ بيها لان كنا مستنين يبقى لها مجال الكلام عشان تتوضح بشكل كبير جدا خاصة انا فارس نومة ما تكلموش عن فكرة المستوى وراحوا لفكرة الفرص وكان بس مش قبل مباراة أتليتكو كان قبل مباراة بداية الجولة التانية اللي هي بعد مباراة او بعد هزيمة الاهلي امام ساندونز المباراة المباراة الزهاب وبعد هزيمة الزمالك امام الوداد فكان الامور ان يبدو ان الفرقتين في حالة صعبة جدا وده حال القرى المصرية الفترة الاخيرة وبدأت ناس كمان تطلع تتكلم وتقول هي دي امكانيات كرة القدم المصرية متناسين حاجة مهمة جدا ان النادي الاهلي هو بطل اخر نسختين في افريقيا دوري الابطال النادي الاهلي هو بطل اخر نسختين سوبر افريقي اخر سوبر اطلع في الموسم ده تاريخ 22 ديسمبر يعني لسه من كذا شهر ان النادي الاهلي صاحب مدليتين برونزيتين وممثل افريقيا في كاس عالم اندية والمدالية البرونزية كانت في شهر فبراير وحضراتكم شفتوا ابعاد المشاركة في البطولة وازاي النادي الاهلي حرم من نجوم كسر وخاصة اصابات وكان لعيبة مشتركة مع مشاركة مع منتخب مصر في بطولة امم افريقيا ومع ذلك قدرت اخطى منتري تعرض لهزيمة امام بالميرس ولكن في النهاية فاز على فريق عريق في اسيا وهو فريق الهلال السعودي كنت السكاء ضعف تقريبا قيمة النادي الاهلي وعنده محترفين كبار ولكن النادي الاهلي قدر يفوز عليه بربعية نظيفة في فكرة ان انت تصدر مشكلة زي ما صدرنا مشكلة في فكرة انخفاض مستويات بعض الحراس وهنتعرض لها خلال الحلقة ان شاء الله ان الشناوي اتلقى هدف امام سانداونز او الشناوي اتعرض لهدف الطبيعي في مستوى الشناوي اللي احنا نعرفه بيتصدى ليه فيبدأ يتساوى بخطأ واضح وصريح لابو جبل وانخفاض واضح وصريح وعدم تركيز من ابو جبل فيبدأ يتقال ان الحارسين بيعدوا تماما عن مستوهم لا حتى والشناوي بيبعد عن مستوى فهو له افضلية عن كل حراس مرمى مصر ولكن ده المعالجة اللي تمت الفترة الاخيرة وفي النهاية انت ممكن تكون بسيط رح وجهة النظر وتكون مش مدرك لما هو قادم مش مدرك لان النادي قادر ان هو يعني يعني يفوق من غفوته سريعا زي ما حصل بطول الفاتي وتعادل مع فيتاكلاب وخسر من سيمبا التنزاني فانت تجاهلت ده وتنسيت ده وتنسيت ان هو بطل افريقيا وبدأت تقول ان الازمة صعبة جدا برغم ان النادي الزمالك تقريبا يعني نفس الظروف اللي حصلت لي السنة في دور المجموعة هي نفس الظروف السنة اللي فاتت تغير بس اسم الفريق السنة اللي فاتت الترجي الامور اصبحت صعبة لكن النادي الآلي زي ما بنقول امامه فرصة الفوز ان شاء الله وبإذن الله هنلعب على الفوز برغم توقيت المبراء الصعب اللي هيكون بعد عودة منتخب مصر من دكار نتمنى ان شاء الله يكونوا رجعين ببطاقة التآهل الى كأس العالم بإذن الله ان شاء الله يعني يحصل وكمان عندك فرصة التعادل وكمان لقدر الله في حالة الهزيمة ولكن في حالة الهزيمة هيكون النادي الآلي بيمنح فرص صعوده لأقدام الغير واحنا لم نعتاد على ان النادي الآلي يصعد بأقدام الغير اتمنى تكون الصورة واضحة لبعض من حاولوا المساواة بين موقف النادي الآلي وموقف نادي الزمالك في بطولة افريقيا لان الموقفين مختلفين تماما اكيد الموقفين مختلفين ودي كانت وقفة محتاجين ان احنا نقفها ان احنا بنرصد زي ما قلنا لكم وبنشوف الامور ماشية ازاي وزي ما بنقول النادي الاهلي مش بس نتاج في الملعب النادي الاهلي كمان برا الملعب له صورة ظهنية مختلفة تماما عن اي فريق الحفاظ عليها لو رحنا بقى المباراة نفسها مباراة المريخ مباراة المريخ كان فيها لحظات كتير جدا متبينة مباراة المريخ تقدر تشوف فيها افضل حاجات موجودة في النادي الاهلي في البطولة الحالية واكتر حاجات فيها مشكلة موجودة في النادي الاهلي البطولة الحالية النادي الاهلي هجوميا حتى لو عندنا بعض النقاط اللي بنتكلم فيها لكن النادي الاهلي ماشي بشكل جيد هجوميا في البطولة ست اهداف خمس مباريات ولكن دفاعيا عندنا مشكلة كبيرة جدا وهي ان احنا دايما 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 سهل اخترقنا بساطة جماعة الملعب متقسم زونز وهي عبارة عن مناطق لما ترسم الشكل الخططي او الشكل الخاص بالملعب على مستوى النقاط والمساحات طيب الزونز دي عندنا مشكلة فيها واضحة جدا في نقاط رئيسية هي اهم نقاطك الدفاعية زي حاجة زونفورتين اللي هي في عمق الملعبك الدفاعي امام الاتنين السنتر باك وتحت الاتنين الخاصين بالارتكاز او المتفيلدر وكمان في فكرة الهاف سبيسز ما بين الفول باك والسنتر باك كمان عندنا مشكلة فيها طيب عشان ما نروحش لحاجات تفصيلية اوي من غير صورة في النهاية انت بيتم اختراقك بسهولة انا شفت الاوقات اللي لعبنا فيها بتلاتة اربعة تلاتة في الدوري كان عندك علاج للمشكلة دي بس مش معنى كده ان انا طول الوقت وانا شايف ان خطة اربعة تلاتة واحد في النادي الاهلي خطة لها كفائتها الهجومية اللي انا واصق فيها جدا وبشوفها في ارض الملعب وكتير جدا من اللعبين بيكونوا في افضل اماكن ليهم وعلى رأسهم افشة مش معناها ان انا ابقى عندي مشكلة دفاعية وده اللي انا عايز اقوله مش معناها انه طول الوقت يبقى عندي سلبية دفاعية طول ما انا بلعبها وانه يكون الحل في تغيير طريقة اللعب لا من جوة اربعة اتنين تلاتة واحد اكيد نقدر نشتغل عشان نعالج المشكلة الدفاعية كمان المساحة اللي خلف معلول انا مقدر ايجاب معلول ودايما قلتلكم في الحلقة اللي فاتت وانا معاكم ان القصة بتاعت معلول فيما يخص المساحة والتغطية ماينفعش ناخدها ونقول ان معلول كبر في السن لا معلول كان لحد فترة واجباته حتى الدفاعية افضل ولكن اللعب مرهج جدا كل ده نقدر نعالجه داخل الملعب هجوميا لا كان شكلنا كويس لما كنا مقررين ان احنا نرجع في المباراة وبشكل كبير رجعنا ولعبين كتير صنع الفورة خلينا بس انا نقطة الفورميشن تلاتة اربعة تلاتة واربعة اتنين تلاتة واحد واربعة تلات تلاتة انا مش بشوفها العام المؤسر اول ليه لان في مباراة كتير يعني المباراة الهلال السعودي انت لعبت اربعة تلات تلاتة وقدرت تسجل وتفوز اربعة صفر حتى قبل الطرد كنت انت قادر تسجل من البداية لكن ده مش معناه ان مفيش عندنا مشكلة وبرضو مش معناه ان احنا لو احنا لعبنا باربعة اتنين تلاتة واحد يبقى مش قادرين نحل المشكلة ليه لان احنا هفكركم بالموسم الماضي الموسم الماضي كان عندنا تباين ملحوظ جدا في مستوى النادي الاهلي دفاعيا في مسابقة الدوري ومستوى النادي الاهلي دفاعيا في بطولة افريقيا ويمكن كان ملاحظ بشكل كبير جدا ان انت في الدوري بتقدر تستقبل اهداف بطريقة اربعة اتنين تلاتة واحد لكن لما بتروح تلعب على مستوى اعلى وفي بطولة افريقيا وفي مباريات نوك اوت بيكون تركيزك اعلى بنفس الطريقة قادر ان انت تطلع بنظافة شباكك ولو انت عايز تفوز بالبطولة الحداشر او البطولة التالتة اول قاعدة ما يدخلش فيك اهداف في مباريات النوك اوت وده اللي حصل السنة اللي فاتت تحديدا السنة اللي فاتت انت استقبلت اكبر عدد من الاهداف في مباريات الدوري على مدار تاريخ مشاركات النادي الالي في بطولة الدوري بالكامل وانت بتلعب باربعة اتنين تلاتة واحد نفس السنة نفس الظروف نفس التوقيت نفس المدير الفني نفس اللاعبين كنت بتلعب امام سنداونز مبارات الزهاب في الدور الثمانية النوك اوت قادر تحافظ على نظافك شباكك نظيفة هنا وسجلت هدف لطار محمد طار وقدرت تلعب كومباكت وقدرت تلعب على استغلال المرتدات وبالفعل سجلت هدف في ديئة تسعين وطلعت بالنتيجة اتنين صفر فده كان خروجك كلينشيت هنا هو ده كان بداية الصعود لك في جنوب افريقيا وقدرت تسجل هدف فانتهى الامر اكليني كان طلعت واحد واحد وكان سنداونز محتاج يبقى اربعة واحد عشان يصعد نفس الظروف مع فريق قوي وفي نصف النهائي امام الترجي التونسي تخيل انت مع كامل احترام الفرق الدوري بتستقبل من فرق ربما يعني بتعاني حاليا من الهبوط وربما فرق هبطت الموسم الماضي ولكن امام الترجي التونسي وفي رادس وفي تونس وظروف صعبة جدا وتأخير المبارات لمدة ساعة وقادر تطلع بكلينشيت من هناك وبتسجل هدف يجي يفتح لك الطريق هنا وهنا لم يغرق الفوز هناك في تونس ولم يغرق كبرياء فكرة البطل فتنزل فتح خطوطك فتستقبل هدف يربك لك حسابتك في المبارات لا كنت محافظ على انك فيه تحفظ على ان ما يدخلش ايضا مرماق اي اهداف قدرت تسجل ثلاث اهداف اتكرر الامر امام كايزر تشيفز فريق قدر يطيح بالوداد في الدور نصف النهائي وعنده قدرات دفاعية ومرتدات عالية جدا وده اللي فاز به امام الوداد حتى في المغرب ولكن قدرت تحافظ على نظافة شباكك فتفضل فرصك دائما في الفوز في المباريات الصعبة قائمة انك تسجل هدف فيتفتح المبارات فانا متأكد بربعة اتنين تلاتة واحد بربعة اربعة تلاتة بربعة تلاتة تلاتة لو قدرنا نلعب بنفس التركيز اللي لعبنا به البطولة المضية في دوري ابطال افريقيا في المباريات المهمة اعتقد وركزنا في نظافة شباكنا نقدر باذن الله نحاق البطولة التلاتة التركيز عامل مهم في كرة القدم ولكن انا ما زلت عند رأيي ان حتى تحويل الطريقة من مسماني داخل الدوري هي قناعة مطلقة ومبرر واضح جدا ان الطريقة دي هتساعدني دفاعيا اكتر من طريقة تانية ده اوتوماتيكلي طالما انا لجأت ليها داخل مباريات الدوري وانا قلت في وقت ما اللي هو مسماني يعني ان انا عندي مشكلة دفاعية وعندي مشكلة في استقبال الاهداف فايزا هي جزء من الحال اللي انا بعنيه واللي انا مصر عليه ان داخل اربعة اتنين تلاتة واحد لازم تكون اكثر بقى تركيزا زي ما عسامة قالوكو ان فكرة التركيز مهمة جدا واكثر كمان عملا على بعض النقاط وبعض التمركزات للمدافعين مهمة جدا والتقارب بين الخطوط طبعا لان فيه واضح جدا في شكل اللعيبة انه التقارب بين الخطوط ومسافة بين الرأس الحربة والسنترباية لا كمان احنا مش بنتكال وما بين الخط نفسه وخطه وما بين انت كمان بتتكلم الفلانكس اللي اتنين عندك انت فاتح جدا ده اللي بيأثر عليك في الكافرينج لما تيجي عليك كرة عكسية وعندك فول باك متقدم وتبدأ ترحل الترحيل بيكون متأخر فعشان كده بنيجي في مواقف كتير جدا حتى من غير صور استرجع كده هتلاقي لا عندك الكسافة العددية في التغطية فيها مشكلة فالكسة دي محتاجة تتحل بس لو رحنا لامور اخرى هجومية ايجابية عندنا محمد شريف اللي خارج قائمة المنتخب اللي حنبقى نستعرضها معاكو اكيد وكل التمانيات بالتوفير للمنتخب محمد شريف كونه يرجع كونه يبدأ يسجل كونه يصر على ده ويبقى عنده الشخصية المهمة جدا داخل المباريات وانا شفت بداية مقارنات لمحمد شريف محمد شريف يا جماعة رقاميا عامل ارقام جيدة جدا 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 كمهاجم عنده نواقص اكيد لازم اشتغل عليها ولو قلنا ان ما عندهش نواقص نبقى بندره مش بينفيده ولكن محمد شريف ايضا لازم ياخد حقه ولازم نديله الثقة في وقت قد يكون استبعاده من المنتخب بيقلل ثقته كمان لعب زي احمد عبدالقادر هو مهم جدا لعب زي احمد عبدالقادر عنده قدرة في رأيه رهيبة جدا على ان هو يصلى على الفارق يمكن كنت بتكلم كتير قبل كده في ان النادي الاهلي عنده مشكلة في فكرة اللاعب اللي بيفكلك الزونز او التكتلات او الدريبلر اللي يروح على واحد على واحد فيقدر يعدي يقدر يفتح لك مساحة يقدر يضرب لك اي خط دفاع مش بتمريرات انما بمهارات الاختراق احمد عبدالقادر وكأنه لاعب برازيلي انا بشوف ان اللاعب وكأنه اتولد في استاد المراكانة في ريودي جانيرو فعلا عنده القدرات دي قرار اي مدافع انه يدخل عليه بجرأة ويستخلص منه الكرة المدافع بيعرض نفسه للحظة حرجة جدا داخل المباراة بس فيه نقطة مهمة جدا عشان خاطر دي الفارقة في مسيرة احمد عبدالقادر وهي التطور وهي ان ما بين احنا النهاردة قاعدين بنقول ان ان انت لعب مميز جدا زي ما عملنا مع لعبين كتير بس يمكن دلوقتي بنقولش اسماءهم ممكن دلوقتي انسيناهم يمكن البعض بيشوفهم في انداء اهل ايه اللي مطلوب من احمد عبدالقادر يعني يمكن صديقي محمد مصطفى عطيته كان كتب بوستن بارح انا كنت سعيد به شفت تفاعل الناس معاه في فكرة التحول في الشخصية والتحول في الارقاب توظيف المهارات لفاعلية وده اللي كريستيان ورونالدو عملوا يمكن انا بختلف في فكرة نسخة منشستر ونسخة ريال مدريد لا انا عايز اقول لكم كمان من الفكرة نفسها ان كريستيان ورونالدو ده نفسه داخل منشستر يونيتد اللاعب اللي في 2004 بيسجل اربع اهداف وفي 2005 بيسجل خمس اهداف هو هو اللاعب اللي جا في 2008 بيسجل واحد وثلاثين هدف في البريمير ليج من اربعة وثلاثين مباراة ده كان الفرق ما بين النسخة دي والنسخة دي ايه تحديات كتير جدا لاعب اشتغل على نفسه لاعب سمع للسير اليكس فيرجسون وكان ما بينهم تحديات وحوارات كبيرة جدا وتقدر تقراه في المذكرة بتاعت السير اليكس ده اللي صنع كريستيان ورونالدو انه لاعب ركز على ان يحول امكانياته ومهاراته في صالح خدمة الفريق وحتى في صالح خدمة نفسه ده اللي منتظره من احمد عبدالقادر لحظة تفجر الموهبة وان انت ازاي تكون لاعب صاحب فعالية عالية احمد عبدالقادر يعني انا لما واجه بالميرس كنت بقول اي حد هيتفرج على مبارات الاليو بالميرس هيعرف ان احمد عبدالقادر هو البرازيلي اللي متواجد على ارض الملعب وكمان مبارات الهلال السعودي ويمكن بدري لما سجل هدف انا كتبت بدري نجم برشلونة طبعا يعني نجم صاعد في جلطة سراي قلت بدري بيسجل هدف على طريقة عبدالقادر ما بلغتش في القصة لان بالفعل دي اهدف عبدالقادر سجل في الاسماعيلي ومنتهى الهدوء داخل منطقة الجزاء سجل في الهلال السعودي بمنتهى الهدوء داخل منطقة الجزاء ومجموعة مهارات وايضا بيسجل هدف ايضا امام المريخ السوداني بمنتهى الهدوء احمد عبدالقادر هو اللي بيشارك ان الكرة سهلة الكرة مش صعبة الكرة بتبقى مع العابين كتير بتستشعر ان الامور صعبة ومعقدة لكن مع احمد عبدالقادر وهذه طبعا يعني ايه برجاوي معايا على طول هدف احمد عبدالقادر في مبارات الاسماعيلي والهدوء داخل منطقة الجزاء على طريق بدري يا جماعة او بدري على طريق عبدالقادر يعني لازم ايه نعتذب لعبينا شوية وطبعا امامهم مستقبل كبير وزي ما فارس قال المهم الشخصية واحنا دايما في الالي المهم في اللعب ايه الشخصية واللعب عقلية لعبين كتير جدا بيكون عندهم مهارات عالية جدا وفي النهاية فين مش موجودين وهنتكلم عن النقطة دي بشكل او باخر خلال الحلقة ولكن دي نصيحة احمر عبدالقادر زي ما انت بالزبط تركز لان احمر عبدالقادر طرق عليه بالفعل التغير وطرق عليه التطور وواضح جدا ان هو يشتغل على ده لان احمر عبدالقادر في اللياق البدنية بتاعته قبل ما يسافر للاحتراف ما كانش هو ده احمر عبدالقادر اللي متواجد حاليا يمكن البعض بيتكلم عن فكرة ان ما بيقدرش يكمل المباراة الاخر او يلعب المباراة الاخر او عنده مشكلة في التحمل لا القصة ممكن تيجي فكرة تنظيم الجهد داخل المباراة لكن هو كفتنس هو قوي جدا او على القال تطور بشكل كبير جدا ولسه قابل للتطور انا متفق نسبيا ولكن حستنى وده بقى رهنا مع اللاعبين بعد كده ناخد سيزن ناخد اتنين بأداء في ارقام كرة القدم يا جماعة محمد صلاح النهاردة الخناء اللي دايرة يخناء هادئة جدا اللي بتتكلم في محمد صلاح يستحق الراتب اللي هو طلبه ولا لا ايه اللي بيحصل هو انفولفت في كام هدف بنشوفها كل موسم اللاعب شارك في كذا صنع كذا ده اللي بنطلبه من احمد عبدالقادر الاستمرارية والارقام على مدار موسم والتاني نستعرض ارقام احمد عبدالقادر خلال المباراة تلاتة وتلاتين دقيقة سجل هدف عنده تصويبات على المرمى واحد من واحد اللعبة اللي لعبها على المرمى قدر يسجل منها تمريرات صحيحة تمنتاشر من اتنين وعشرين دقة تمانية وتمانين في المية دي الجزئية المهمة جدا المراوغات تلاتة من اربعة في تلاتة وتلاتين دقيقة ده رقم عالي جدا تلات تربع المراوغات اللي عملها تلاتة من اربعة خلال تلاتة وتلاتين دقيقة فقط يبقى اللاعب ده لما نزل حتى لو انت ما شبتش المباراة هتعرف انه اكيد اداك حلول اداك تفوق في مواقف واحد على واحد اداك فاعلية لانه من الكرة اللي لعبها على المرمى سجل ده عهدنا مع احمد عبدالقادر واللي لسه منتظرين منه كتير جدا عشان لو هو وقف عند حتة معينة قطر النادي الاهلي ما بيوقفش انا بس مش عايز فكرة حتى لو انت ما شفتش المباراة خلينا مع دايما رؤية المباراة لان دي امور فنية لازم تكون مشاهد للمباراة وانت عينك لانت اقفل احمد عبدالقادر في اي مباراة بالتأكيد لكن عندنا لقطة من وجهة نظر احنا تكلمنا بشكل او باخر فنيا وقدرت اتحقق الفوز وكان فيه نقطة مهمة جدا انت زي ما عندك سلبيات في انك استقبلت هدف وده مش اول مرة يرجع المريخ امامك في المباراة اللي لعبهم كنت اتنين صفر رجع اتنين اتنين كنت واحد صفر رجع واحد واحد لكن في المباراة انت قدرت لما ضغطت شوية قدرت تتخلص المباراة الاولى تلاتة اتنين والمباراة دي لما حصل ان انت حسيت ان خلاص لا بديل عن الفوز وحسيت بوضع مش طبيعي للنادي الاهلي انه يتعادل مع المريخ مع كامل احترامنا الفرين المريخ قدرت تضغط وتسجل هدفين منهم طبعا الهدف الجميل لا احمر عبدالله بس كان فيه شخصية متواجدة في ارض الملعب يمكن ما كانش داخل الفرقة ولكن احد كباتن النادي الاهلي اللقطة طبعا موجود على سوشال ميديا بشكل او باخر قام ايمن اشرف او كابتن ايمن اشرف بشكل حد جدا للعيبة في محاولة يعني صرخات للعيبة بشكل متواصل ان فيه ايه المفترض ان انتوا تكونوا فيقين اكتر من كده ودي كانت الروح اللي احنا دايما بنطالب بيها والفكرة مش فكرة ان انت لعب داخل المستطيع الاخدر فقط لغير لا ولا فكرة ان انت كابتن بالشارة لا هي فكرة انت جينات النادي الاهلي المتشبع بيها جينات النادي الاهلي المتشبع بيها لما بتلاقي الفرقة فكت بلغة القرى واستقبلت هدف بدون داعي وبقت المؤمارات عادل قام ايمن اشرف حمس اللعيبة اللعيبة بدأت تسترجع فكرة شخصية النادي الاهلي حتى لو كان فيه اجهاد حتى لو كان فيه تعب انا في اللحظة دي كان لازم كلعب للنادي الاهلي ارد بمنطال قوة واطلع اقصى ما عندي واقرص على نفسي خاصة ان الامو كانت سهلة كرة افشة بسهولة جدا مع تحرق علي معلول مع تحرق محمد شريف الجول كان سهل المرة دي كانت ممكن تخلص بسهولة جدا بدون تعقيدات كمان الهدف التالت ضغط افشة على حامل الكرة احمد عبدالقادر قطع الكرة رقص اللعب وحط بمنتهده كرة سهلة يعني انت تقدر تفوز بالمباراة دي بشكل سهل جدا ليه وصلنا لمرحلة ان احنا نصعب الامور ونصعب المباراة بالشكل ده طبعا مش هننسى اللي سجل الهدف هو بيرسي تاو الهدف الاول اسرع لعب بيتعالج في مصر بعد ما كان عنده مزق بعد 24 ساعة 48 ساعة 24 ساعة نزل التدريبات 48 ساعة بيسجل الهدف الاول فكان فيه نوع من انواع الاخبار اللي تنقلت بشكل سريع جدا وهي اخبار غير صحيحة بيرسي تاو سجل الهدف الاول ولكن طلع بالشوت التاني وعشان الناس ما تبدأش تقول هل هو خارج باصابة الموضوع الكابتن السيد عبدالحفيز وضحه بشكل كبير جدا وقال كادمة بسيطة فوق الرقبة واحنا فضلنا راحة اللعب كان عندي ثقة تهمة وراهانات غريبة جدا ان بيرسي تاو حتسجلي ممكن حتى كنت كتبته فيه كدس كده بالنسبة لي لا النادي الاالي ليه علامات فارقة في اللحظات اللي زي دي وهي ان دايما لما ظرف يحصل او موقف يحصل ويتم استغلاله لهدف كبير جدا وعام وهو ان انت تنال من النادي الاالي تبدأ يطلع بقى قصص تانية وده كذا وعشان وحنروح كمال لفقرة ومما جدا هنقف عند الموضوع ده دايما بيبقى عشمت فربنا طبعا قبل اي حاجة وثقتك في تاريخ النادي الاالي ان داخل المباراة نفسها هيحصل حاجة تصنع الموقف بالشكل ده وده اللي حصل في بيرسي تاو وده اللي خلق فيه ثقة انه هيسجل جوه المباراة وبالفعل سجل بيرسي تاو وبالفعل كان الرد في الملعب ولكن لو سبنا بيرسي تاو في حاجة ما نقدرش نسيبها في المباراة واكيد عندنا وقفة مهمة جدا 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 عندها وهي التحكيم الافريقي مش بس تحكيم في مباراة لا التحكيم الافريقي بشكل عام يمكن منظومة الكرة في افريقيا بتعاني من اشياء كتير جدا يأتي في المقام الاول بالنسبة لي فيها التحكيم التحكيم داخل القرة الافريقية عندنا عليه علامات تحفظ كبيرة جدا بتشوف الفار اللي مش موجود في دور المجموعات والفكرة طبيعة الكرة الافريقية يا جماعة عايزين نرجع لحاجة مهمة جدا دور المجموعات زاد مجموعتين وتحول لستاشر فريق شوف المجموعتين اللي زادوا دا بعدد مباراة كان بيستهدف في المقام الاول زيادة عوائد البس زيادة حول رعاية زيادة الاعلانات لو انت عامل دا في خطة بمعزل عن تطوير ادواتك في الكرة الافريقية ما انت عندك مشكلة كبيرة جدا ما فيش اي مبرر لعدم موجود الفار ولو بنتكلم على امكانيات انت تقدر زي ما بيكون في طاقم اخراج محترف موجود كمان تقدر تكون الفار موجود وانت تدعم دا ماليا كالتحاد افريقي كان عندنا مشهد لعبة طاهر اللي هي كان فيها شك كبير جدا لرقل الجزاء فيه اهمال من لعب المريخ فيه تدخل بيعترض طريق طاهر الحكم ما فيش فار اهي اللعبة دي هنا يمكن الصورة دي كمان اوضح معروضة معنا على الشاشة يمكن ما كانش فيه فار ما فيش فرصة ان الحكم يقدر يشوفها تاني مش بس دي اللي كانت معنا خلال المباراة صورة تالتة لا قبل ما نروح للصورة التالتة الكرة دي الكرة دي هي اللي ارتدت علينا بنفس الهجمة بهدف التعادل يعني انت في كرة زي دي في وجود تقنية الفيديو كان ممكن استدعاء لمجيد نضاي اللي عندنا معاها وقفة لان مجيد نضاي مش اول مرة يكون فيه اخطاء تحكمية بالشكل ده وكمان يعني سيب الكرة دي ارجعلي اه يعني فيه نقطة مهمة بشكل كبير جدا فكرة الحكم اللي يحجم المباراة واللي يحدد اخطاء بنوع الانذارات ولون التيشرت اعتقد ده خلاص بقى يعني المفترض يعني نستكفي منه الموضوع كان صعب جدا لان فيه جزء احنا ما ينفعش نخفله في المباراة قال وهو التدخل اللي كان فيه خشونة من لعاب المريخ مع كامل احترامنا الفريق المريخ لكن كان واضح جدا ان الالتحامات الالتحامات فيها خشونة واضحة جدا وفيه لعابين يعني تغاضى يعني نضاي عن فكرة انذارهم وتحديدا لعب رقم 12 في الصوف المريخ يعني المفترض كان يتطرد مرتين امبارا اربع انذارات اربع تدخلات تستحق انذارات ما نحش ولا انذار لكن كمان في الكرة اللي فعل التحام دي لو موجود الفار الفار مش هتدخل في الانذار لكن ممكن يتدخل في رقم الجزاء الكرة دي ممكن نتطفق او نختلف نقول بنسبة كام تكون رقم الجزاء لكن الكرة دي ارتدت علينا بهدف التعادل يعني بدل ما تكون انت متقدم 2 صف اصبحت واحد واحد في وقت ممكن انت لحقت نفسك في المباراة دي في مباراة اخرى ما تقدرش تلحق نفسك وعندنا مشاكل في دور المجموعات حصلت لكن اللقطة التانية اللي دي بقى المفترض الفار يكون حاسم فيها هي الهدف نفسه الهدف نفسه انا اسيب الحكم المتلقي يعني الصورة دي لحظة تزديد الكرة اللي تصد لها الشنوب براعة انت شايف ياسر ابراهيم مغطي تماما لاعب المريخ اللي سجل الهدف ولا لا يعني احنا هنا دايما بناخد براعة وبرات تحكيم انا بالنسبة لي الكرة دي فيها شك كبير جدا جدا انها تسلل اذا انت بتتكلم عن كرة كان فيها شك انها راكل الجزاء اخد بالك انا مباكدش لان انا مش معايا رأي خبير تحكيمي انا بتكلم لما يكون انا بقول وجهة نظري فاقول لازم فيها شك فانت عندك كرة طاهر فيها شك عندك ارتدت بهجمة مرتدة اللي هدف نفسه كان فيه شك لو متواجد الفار الفار بيسمح بمراجعة اللعبتين دول ده غير طبعا اللي ارتكبه مجيت نضاي من عدم حماية لعيب النادي الاهلي من بداية المبرى اللي دفع حمدي فتحي للعصبية بشكل انبالغ فيه واستحق الانذار عشان بس ما انبالغش وهنا رسالة الحمدي فتحي احيانا مش احيانا انت طول الوقت طول الوقت بتقابل تحكيم مش بدرجة عالية معظم الوقت بلاش طول الوقت فلازم يكون اعتراضك على الحكم يكون بشكل اسكى من وجهة نظري من كده ما تروحش مباشرة للحكم تعترض عليه في نوع من انواع انك بتتحداه ممكن تكون ظهرك للحكم متعترض عادي لو فيه لقطة تستحق تدخل الفار لما يكون متواجد الفار يكون الاعتراض جماعي لكن اعتراض فردي انت بعت نفسك تماما للحكم وانت لاعب مهم جدا وكبير جدا وما ينفعش اننا نكون فيه مباراة صعبة جاية ونلاقي فيه انذارات بسبب اعتراض التحكيم بتحرمنا من وجودك دي بس رسالة مهمة لحمدي فتح مهم جدا حمدي فتح اكيد لعب النادي لالي بيحتاجه ولاعب كمان منتخب مصر بيحتاجه وفي رأيه حيكون من اللاعبين مهمين جدا جدا عشان نظهر بشكل جيد امام منتخب السنجال وكمان المباراة زي ما شفنا الهدف اللي كان فيه تسلل ايضا فكرة التحكيم الافريقي مستمرة معنا يمكن عشان تشوف المفارقة وقبل ما تشوف اللحظات اللي كان الفار موجود فيها تماما تواجده لما بيحقق العدالة لو بنفتكر كرة إليا الشت اللي اطارت فيها في مباراة التراجي كانت مهمة جدا للنادي الآلي بغض النظر عن قدرتك الفنية انت بتاخد حقك كمان مباراة كايزر تشيفز اكيد جدا الطرد كان عامل مهم جدا حتى لما شفنا في كاس العامل اندية امام الهلال احنا لما بنتكلم في مباريات الفار بيكون موجود فيها بكفاءة النادي الآلي بياخد حقه طب في افريقيا لما الفار ما كانش موجود حتى النسخة الماضية انت كنت ممكن تتعرض في لحظات كتير جدا جدا ان مسارتك تتعرقل في البطولة لو انت مش بكفاءة فنية انك تتجاوز ده لحظة ونيانجو حارس سانداونز والاستضام اللي كان شفنا بعد كده قصاره كمان في جسد اللعب كانت مهمة جدا جدا وايضا كان مع ماجتنا داي في اللعبة اللي فاتت وايضا كان فيه سانداونز تاني في لعبة اخرى ضد الاهلي وكان الحكم ردوان جيد كل دي مفارقات كمان فيتا كلوب كان ردوان جيد كان عندنا لقطة مهمة جدا في فيتا كلوب في دور المجموعات كنت تقدر تتعرض لخروج وان انت ما تحققش حلم العشرة لو ما كانش الكرة دي قدرت تتجاوز موقف فيتا كلوب في لعبة طلع ردوان جيد وصرح بعد كده ان هو اخطأ فيها ودي المشكلة جماعة لحظات حاسمة جدا غياب الفار فيها كده يكلف استثمار لان النادي الاقلي بيستثمت في قدم بارقام كبيرة جدا مقارنة بأي فريق في افريقيا يعني عندنا نضاي خطأ تحكيمي في دور المجموعات البطولة دي وخطأ تحكيمي في دور المجموعات البطولة الماضية وعندنا ردوان جيد برغم انه حكم جيد حظنا معاه سايق جدا في دور المجموعات نفس المباراة هنا مع فريق ساندونز وكمان مع فيتا كلاب اللي هي القرى لفاول ولا هي داخل التمنتاشر وتحسبت ركل الجزاء ده طبعا جزء من معاناة النادي الاهلي مع التحكيم الافريكي وكأن مكتوب علينا فكرة معاناة التحكيم عندنا مواضيع تانية كتير جدا مهمة ولكن انتظرونا بعد الفاصل والاهلي ورجعنا لكم والاهلي خط أحمر وكمان أحلام منتخب مصر وأحلام كل المصريين في رحلة التأهل لكأس العالم رحلة صعبة رحلة محتاجة كتير جدا من الثقة أكتر من الإصرار والمهم التركيز في كل تفصيلة وصغيرة وكبيرة لأن مباراة السنغال هنا وفي دكار مباريات في منتهى الصعوبة أمام قائمة أيضا للسنغال مدججة بالنجوم لكن قائمة منتخب مصر لازم نستعرضها معاكم عشان أكيد هيكون عندنا تعقبات على اختيارات القائمة نستعرض الأسماء عندنا قائمة المنتخب الوطني حراسة المرمى فيها محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي خط الدفاع عمر كمال عمر جابر ياسر إبراهيم ومفاجأة سعيدة لكتير من الأهلوية ويمكن متوقعة لكتير برضو منهم محمد عبد المنعم الوينش محمود علاء أيمن أشرف أحمد فتوح خط الوسط حمدي فتحي نبيل عماد دونجة عمر السلية إمام عشور ومحمد النني وأيضاً مفاجأة سعيدة للأهلوية بوجود أفشة خط الهجوم محمد صلاح زيزو مصطفى محمد مروان حمدي وعمر مرموش وتريزي جي ده التشكيل أو دي قائمة المنتخب اللي واقع علىها الاختيار أكيد هنتكلم معاكم في بعض اللاعبين اللي مفترض كان يكون عندهم الحظ بالتواجد وبعض اللاعبين اللي نتمنى إن كيروش يكون عنده أهدافه المحددة عسامة من تواجدهم في القرب بالتأكيد بص احنا دايماً هنا داعمين لمنتخب مصر بطبيعة الحال لأن انت لازم تكون داعم لمنتخب مصر من وجهة نظري أو مش لازم لو انت شايف أنا بشوف إن احنا لازم نكون خلف أي عناصر من عناصر الفريق وعندي قناعات شخصية إن دائماً وأبداً المدير الفني له حق الاختيار بالتأكيد يعني احنا كنا حابين إن يكون محمد شريف منتخب مصر مع كيروش نفسه ولكن في النهاية اختيارات المدير الفني حق أصيل للمدير الفني دا قناعاتنا دا اللي احنا لازم نكون حطينه في حساباتنا قبل أي انتقادات بنحب بالتأكيد بندعم لعبينا بالتأكيد ولكن في النهاية دي قرارات مدير فني فكرة حب وقره والكلام دا أنا مش بمين لها فبالتالي المجموعة اللي تم اختيارها كل الدعم لها وكل الدعم للمستر كيروش انه يختار أنسب تشكيل لمواجهات صعبة من وجهة نظري بل صعبة جدا وان كنت حابب يعني ان الجيل دا يصعد كأس العالم عشان نعتاد على فكرة التواجد لان احنا دولة قديمة جدا في كرة القدم بالتأكيد السنغال ومحترف السنغال ولكن احنا وصلنا معهم لإكسرا تايم 120 دقيقة فازوا برقلات ترجيح فكل شيء وارد ونقدر بشرط اللي انا كنت بقوله في مباريات او مع بيتس موسماني مبارياتنا اللي حسمناها النوك قوت في دورة ابطال افريقيا اللي عام الماضي هي فكرة انك تحافظ على نظافة شباكك في القاهرة يكون عندك حجد جمهير كبير وانا عندي ثقة ان كروش مش هيندفع بشكل او باخر وهيلعب بتوازن بشكل كبير جدا لان بداية الصعود ان شاء الله واول قدم تحطه على طائرة الوصول لكأس العالم هتكون من خلال نظافة شباكك على ملعبك ومحاولة تسجيل هدف هتفتح امامك الامور بشكل وباخر طبعا يعني فيه ناس دخلوا بشكل جديد جدا وهم عمر جابر ما كانوش موجودين مع المنتخف وهم افريقيا ولا البصولة العربية وطبعا ياسر ابراهيم ونبيل عماد دونجا وطبعا كان عندنا يعني بخروج محمد شريف اصابة حجازي واصابة اكرم توفيق اللي بنتمنى لهم السلامة ونعودة سريعة للملعب وايضا خروج مهند لاشين ودي ممكن تكون مفاجأة ايضا بالنسبة لي ولكن هو ضم على حسابه عماد دونجا ودخول عمر جابر بالتأكيد من وجهة نظري كان مكانه هيكون لمحمد هاني ولكن الاصابة حرمت محمد هاني من التواجد في قيمة المنتخب لكن انا شايف ان دي طبيعة كرش اللي اختيارات تكون كل مركز فيه اتنين لعيبة ملك مبتسم لي هو كرش هو كرش يعني من ضع تتكلم كمان في فكرة ان فيريرا حيقنع كرش بضرورة وجود طريق حامد فانت بتجي تلاقي عماد دونجا هي بعيدا عن هو لاعب عارفه لو بدأ يدخل رجله في الملعب انت في لعبين يا اسامة في كرة القدم انت لو عارف اكس مستوى ايه لو بدأ يدخل معايا واقدر اجهزه اجهزه حتى لو موجود بديل لان فرص نبيل عماد دونجا في المشاركة الاساسية يا خارس نتكلم عن اللعب تلت شهور مش عارفين موقفه تلت شهور انا معاك بس حتى لو كان بيلعب ده اللي انا عايزة اوصله ما كانش هياخده هو استبعد افشة في الوقت اللي كان مقتنع ان هو افشة من فاشه بقى موجود وضم افشة لان هي قناعته في اللحظة دي ان افشة بقى موجود وعبدالله السعيد اللي كان معاه تجي انه انه خارج دوليا هو شاف افشة يقدر يبقى موجود نتيجة انه خارج دوليا ولا نتيجة في امم افرقيا بالنسبة لكروش فخد قرار انه يخرج دوليا طب لو ما خارجش دوليا وكان لسه مكمل كان هيكون موجود في القايمة ولا لا يعني فنيا ولا لا مش فنيا مش فنيا مش لان حاجة هو عنده زي بلان كده كبيرة في لعبين بيكونوا موجودين يبدو انه عنده تركيبة معينة احنا نتمنى واكيد انت لو اي 11 في الملعب احنا هنشجعهم ونهتف ليهم بعزين ومتأهلوا انما طبيعي يكون عندك علامات استفهام ولازم تسأل فيها وتستنى تشوف مرضوطها كل علامات الاستفهام عندك عمر جابر رقم واحد انا هنا اتبنى عمر جابر رقم واحد اجاوبك اقول لك ان عمر جابر دخل ولسه قيل ان محمد هيني هو اللي كان هيكون متواجد بنسبة كبيرة جدا مع عمر كمال عبدالواحد وبالتالي اصابة اكرم توفي ثم اصابة محمد هيني مفيش قدامه حد يقدر ياخده جرع عمر جابر بص مفيش قدامه حد جرع عمر جابر دي كصة بقى مختلفة ليه اولا انت عندك يعني عشان بس احنا عندنا فيه لعب الاتحاد وباكرات الاتحاد لا انا عندي ان عمر جابر عنده خبرات دولية وانا بلعب 180 دي انت عندك عمر كمال غريبا حيبا موجود عمر كمال غريبا حيبا موجود عندك محمد عبدالمنعم غريبا ممكن يتحط في الحتة دي لو فيه شيء اضطراري لان انت عندك اسر ابراهيم وعندك الوانش وعندك علاء فانت بتتكلم في اختيارات قد يكون اضطر بس هو في نفس الوقت مرضود بعض اللاعبين مختلف زي ما احنا قلنا مهند لاشين لعب رجله معاك وبيقدر يلعب واجبات رقم 6 واجبات رقم 8 وديته في لحظات تسق في شخصيته غريبة جدا انت بتدي رقل الجزاء لحظة هل ممكن يكون البرتغاليين احيانا بيعتمدوا على فكرة التفاول والتشاؤم هل دي ممكن يكون فكر فيه ولا مستبعه ده بص انا ما اقدرش اجزم بدا بس اللي انا عايز اقوله لحتة بقى متفق قبل هل ممكن يفكر في حاجة زي ان اللاعب ضيع رقل الجزاء ترش على فكرة يعني اتفقنا واختلافنا ومدرب كبير وفعلا مدرب كبير ففعلا حتة انه هو يشيل عنصر وتفاول وتشاوم انا مظنش ان ده تدافع بس بالنسبالي زي ما انت وقت مهند لاشين الراجل واخد معاك البطولة وديته وبدأ ياخد ثقة دولية انت حطيته على التراك ورايح لمرحلة ما فيهاش تجهيز اللي انا متفق انت لسه قيله من شوية متفق معك من شكل اقلتم فجأة فهو ليه حساباته وليه اختياراته ولكن انت بقى تعول على ايه ان كيروش مش حيروح المباراتين وهو مسلم نفسه كيروش حيروح وهو رقم واحد واثنين وثلاثة بيفكر في المباراتين ما يدخلش في اهداف واحنا ده واسقين انه هو ده حيكون تفكير انه ده كان رأس مالنا في ام افريق لا ده انا متفق جدا هو ده فعلا حتى رأس مالنا في التأهل ليه لان انت روح لكاس الامم وبص في المبارات الكبيرة زي الكاميرون زي كودفور سيبك من المغرب لان ده استثناء زي السينيجال في النهائي شوف كده الاهداف اللي انت سجلتها وشوف قدرتك الهجومية هتلاقي ده مش اقوى حتى عندك بس شوف انت دفاعيا هل انت بتختلف معايا انه وصول للنهاء في كاس الامم والافريقية كان العامل رقم واحد فيه قدرتك الدفاعية ثم ده رأس مالنا بقول لك يبقى احنا رايحين نشد ساتر ونلعب على فكرة التحولات انا بقول لك في القاهرة اتمنى يشد ساتر انا ما عنديش مشكلة انه يكون متحفز في القاهرة ويكيروش من المدربين فيه مديرين فانيين صعب جدا تغير ريفورمشن بتاعه هو مش هيتطنع بالكلام مهما حاولت هو خلاص اربعة تلاتة تلاتة ممكن يفكر في فكرة العناصر اللي تؤديله التمانية التانية مع عمر الصلاية يعني خلينا متفكين ان عمر الصلاية يعني خلاص يعني ده رقم واحد في مركزه في مصر وفي منتقى في مصر طب التانية دي هي اللي فيها ممكن خلاف ساعات تشتغل بتريزيجيه ساعات تشتغل بأيمن أشرف ساعات تشتغل بزيزو ساعات تشتغل بعبدالله السعيد وارد تشتغل بأفشا هي دي الفكرة كلها هل ممكن يكون التمانية التانية عندها جوانب هجومية في ملعب القاهرة فيقدر انه هو يكون يعني فيه تحولات بشكل افضل فهذا ممكن تتفاجئ انه موجود افشا اظن يعني صعب وممكن يتواجد تريزيجيه طب لما تيجي تقول يتواجد تريزيجيه هتلاقي ان عمر مرموش بنفس المردود الفني اللي قدمه في بطولة قوم أفريق يتواجد بشكل اساسي ولا ان انا استغل تريزيجيه مكان عمر مرموش وابدأ ادور على التمانية التانية سواء ممكن يكون امام عشور ممكن يكون زيزو ايه التفكير اللي ممكن يلعب به كيروش ومن السؤال ده نقول انا بقى اقول التشكيل وانت تقول تشكيل طيب قبل ما نروح للتشكيل اللي انت بتقوله هو الأقرب للواقع ومتفقين فيه بس ده مش هياجب الجمهور وكيروش مش هياخد بيه وهي فكرة ان انت في المباراة اللي هنا شوف انت قلت ايه ما تستقبلش هدف رقم واحد الجمهور عايزك تنزل تخلص فكرة التقاول هنا لا مهانا مهانا مش جاي اقول نفسك الكلام هنا انا هنا عايز اقولك ان ده لازم الناس تعرف ان ده فكر الراجل وهو حيلعب كده وده فكرة براجماتي بحت طبعا طبعا قدرتك الهجومية فيها مشكلة باستثناء صلاح انت الحد دلوقتي ما عندكش مهاجم لمنتخب مصر شريف حتى بره الراجل اللي كان هدف المنتخب مصطفى محمد بعدد الضقاق اللي لعبها ما هو بص اصلاه مش بيستخدم مصطفى محمد هدف هو بيستخدم مصطفى محمد ترجة مين انت عندك بتلعب كمبطة كدرات دفعية وبتلعب على التحولات هو عايز مصطفى محمد واحد بيدغط على دفاعات الخصوم وقت الهجمة وعنده والتحامات صنائية عنده كدرة مدنية وانه يلعب الكرة الطلاب هو ممكن يسند للجاي من الخلف فهو ايه واضحة فبالتالي هو اختار الاتنين اللي ممكن يعمله ده برغم ان يعني لو انت بقى مش هتتكلم عن الجماهير يعني فيه لعيبة يعني مروان حمدي يعني اكيد علامة استفاهم بالنسبة للجماهير بس وخلاص الراجل مقتنع به فعشان كده خلينا نقول التشكيل من قناعات الراجل وطريقة اللعب من اللي أنا مقتنع بيها مع الراجل ان انت لا انت بيقول وجهة نظرك بقدر ما هي الواقع بيقول كده الواقع اللي فرض عليك ان انت تتطفق مع الراجل في ادواته حد تمام يبقى نقول طبعا كابتن محمد الشيناوي وهنقول ليه كابتن محمد الشيناوي حارس مرمو في الجزء القادم يعني البعض بيروح لسكة كده طيب ميش فانت عجبني سؤالك او الله يعني مش محتاجة نفسر البديهيات بقيت بتتفسر دلوقتي يا فارس تمام فعندنا محمد الشيناوي عندنا يعني خط الدار بالتأكيد خلص عمر كمال لو كان موجود محمد هاني كنت ممكن افكر في محمد هاني لكن عمر كمال عبد الواحد محمد عبد المنعم ومحمود حمد الوينش الصنائية اللي هي لعبت مع بعض ام افريقيا برغم ان مستوى ياسر ابراهيم حاليا هو من وجهة نظر الوينش عنده مشاكل الافضل ولكن هل هو ممكن يدفع بياسر ابراهيم وصنائية محمد عبد المنعم اللي هي متواجدة في النادي الاهلي مع طريقة اللعب اللي بيلعب بها كيروش اللي هي مفيش مساحات كتير وبتلعب كومباكت الله اعلم لكن بتوقع عن محمد عبد المنعم والوينش وطبعا احمد فتوح وسط الملعب حمدي فتحي عمر السلية بالنسبة لي التالت التالت من وجهة نظر انا ولا من وجهة نظرك كيروش لا من وجهة نظرك لا يعني انا انا بشوف ان هو ممكن يلعب بالتالت بايمن اشرف التالت بايمن اشرف بشوف دي وجهة نظرك ولا وجهة نظرك كيروش لا وجهة نظرك انا كيروش مش عمد كيروش وجهة نظرك انت اه لان ايمن اشرف عنده ميزة كوية على عرضك قوية جدا لا اقول لك ليه اصلا ايمن اشرف عنده التزديد تمام قوي جدا ولكن خليني اروح انت شيلت النني خلاص النني التالتة انت شيلت النني انا ساعدك انت مش شاف النني تاريخ مش عارف لي. انت شيلت النيني. اصلا انا بفكر في حد يكون عنده قدرات وجمية في الحتر. يقدر يعمل لي قدرات دي فعية. ويقدر يكون عنده قدرات وجمية. لكن هنروح لكيروش التوقع اللي يلعب به. حمدي فاتحي عمر الصلاية النيني. بشوف تريز جي محمد صلاح مصطفى محمد. وربنا يكون معنا بقى. انا متفق مع كله. اللي كان اختلافي في النيني بس. هو لو انت كنت حطيت ايمن اشرف. ولكن بوجود النيني. ده في رأيي الاقرب اللي حيلعب به. السلية والنيني بقدراتهم. على الاقل في التحول الهجومي. والنيني لعب مهم جدا يا جماعة في المبارادي. كرة ما بتخرجش من رجله غلط. وده مهم جدا. بس انا اقول لك حاجة. صدقني السلاسة ده. السلاسة اللي في وسط الملعب ده. عندك روش حاليا في زهنه توقعي. حيرة في التالتة. التمانية التانية. طب بص هو غالبا مش هيخرج عمر السلية. ده بنسبة التسعة و سنة. في التالتة اللي هو النيني. لا النيني بالنسبة لي موجود. يبقى لو النيني موجود مع حمدي فتحي ممكن. انت رأيك ان حمدي فتحي او ايمن اشرف. لا مش شرطة ايمن. انا بقولك فيه جزء بفترة فيه. السلية ضمن مكانه. سلية والنيني. واثنين من ثلاثة بتصرع عليهم النيني وايمن اشرف. لا افتح القوس مش ثلاثة. ده فيه امام عثور وفيه زيزو. اه. افتح القوس. هي على فكرة كل لاعب من الاسماء دي. يختلف معاك تماما. في شكل الفريق ككل. كمان. يعني كل لاعب من الاسماء دي. يختلف معاك في شكل الفريق ككل. بس انا حميل. لاعبين كورة بتخرج من رجلهم غلط قليل قوي. هتمني يكون السلية والنيني. ولاعب يقدر يكون عنده التحامات قوية. لاعب بيقدر يعمل التاكلينج كويس قوي. لاعب في الالتحامات الصناعية بيفوز بيها ارضية او على الاقل هوائية. لاعب عنده اللي استمنى جوه المباراة بيقعد لعدد دقائق كبيرة جدا محافظة على قدرته الزهنية والبدنية. يبقى حمدي فتحي. دول التلاتة اللي أنا لو ما كانوا حابدأ بيهم. أنا أتمنى أن نطلع بشبك نظيفة. أنا عارف إحنا متفقين وكل اللي هتكلمه في منتخب مصر بنسبة كبيرة تفقوا على عشر لعيبة من الحداشة. لكن انت قلت لي هي محتاجة تفسير لموضوع محمد الشناوي. الشناوي. الشناوي وأبو جبل والفقرة دي. لا تعني إطلاقا التقليل من أبو جبل. بالعكس أبو جبل حارس أثبت كفاءة في أمم أفريقيا مع منتخب مصر. حتى لو كان مستوية بعد أمم أفريقيا مختلف تماما لأسباب ربما متعلقة بأبو جبل نفسه من حالة التركيز وعدم التركيز. لكن لما عاشنا فترة البطولة. وإحنا هنا كنا بنشيد بشكل كبير جدا بأبو جبل. ويا جبل ما يهزك ريح. لأن في النهاية ده قدم المستوى المطلوب بيتيشيرت منتخب مصر. لكن اكتشفنا أن الناس أغفالت دور محمد الشيناون. والناس أغفالت دور محمد الشيناون من وجهة نظري في مغلطة أن فكرة أصله هو لعب دور المجموعات. لكن أبو جبل كمل الأدوار الإقصائية. نقطة مهمة من وجهة نظري. قالوا هيا أن حارس المرمى بيفرق معايا بشكل كبير جدا. مش قوة المنافس قد قوة أو عدد مرات تعرضه للاختبار. اللي من الآخر أصبحت تسمى حاليا الإكسجين. الأهداف المتوقعة. يعني أنا بلعب قدام السودان. بلعب أمام غينيا بيساو. بلعب أمام المغرب أو كوتيبوار أو الكاميرون أو أي فريق أو حتى السنغال. اللي بيفرق مع حارس المرمى وتقول الحارس ده كان موفق أو غير موفق. هي مسألة الإكسجين. كم هدف متوقع كان على منتخب مصر في المباراة دي. حتى لو المراضي من وجهة نظرة كانت في دور المجموعات. بالمناسبة الشناوي حصل على أفضل لعب في دور المجموعات. الشناوي هو الأفضل في عدد التصديات. طب تعالوا نستعرض أرقام واضحة جدا لحضراتكم. من وجهة نظرة دي أرقام أفضل. حارسين في أمم أفريقيا. تاني عشان ما حدش يقول أن احنا بنقلل من حارس لمنتخب مصر وابو جبل. وإحنا داعمين لكل اللاعبين. ولكن دول كانوا أفضل من وجهة نظرة. اتنين حراس في بطولة أفريقيا. استبعت من دي لأن أنا بالنسبة لي ما شاركش كل البطولة. واستبعت بونه لأنه ما كملش البطولة. ولأن الاتنين دول أكتر حارسين مرمى تعرضوا لتصديات. وأكتر أو أفضل نسبة تصديات للاتنين. الشناوي رقم واحد أبو جبل رقم اتنين. فهتلاقي دقيق اللاعب لأبو جبل 394. هتقول لي ما هو برضو الشناوي ما لعبش نفس عدد المبريات. وأبو جبل ما لعبش نفس عدد المبريات. لكن عدد التصديات والتعارض للتصديات هما الأعلى في البطولة. طيب. لأن أنت بنت تتعب بشكل فيه دفاع شوية. أهل فعالية اللاعبين اللي في الأدوار المتقدمة في إنهاء الهجمات. بتسوي فعالية اللاعبين اللي في الأدوار الهجمات. ده بقى اللي احنا رايحين له للإكس جي. ما حتى لو الإكس جي. فعالية اللاعب نفسه في إنهاء الهجمة بدأختلف تمام. تمام. ما أنت عندك لعب زي لعب مباراة نيجيريا. تمام. وفي نقطة كمان إن إنت لو سددت من مكان أفضل وأقرب. إنت ممكن تكون أقل إمكانيات لعب من لعب تجير. بس الفرصة أخطر. بس الفرصة أخطر في النهاية ده اختبار للحارس. تمام جدا برضو النسطة ما معنا في الديبجة. بالزبط حلو حلو. أنت بتسأل أسئلة حلوة النهارتك. آه أطول عمري بس أسئلة حلوة بجابات حلوة. جميل جدا جميل. فدقيق اللعب بالنسبة لي أبو جبل لعب 394. شناوي لقى ب 375. إذن أبو جبل أكثر لأنه كان فيك سرطاني. بالزبط. التزديدات والتصديات. دي بقى النسبة الأعلى. الشناوي تزديدات. انترجت 17 تزديدة. تصدى 16 ودخلت مرمى هدف نيجريا. أبو جبل 15 تزديدة. ثاني بعد الشناوي على مستوى البطولة في التصديات دي. تصدى 14 أيضا. فهتلاق النسبة بتاعت الشناوي أعلى من نسبة أبو جبل بقى حاجات بسيطة. ولكن أبو جبل دخل مرمى هدف واحد أيضا كرة المغرب. إجمالي التزديدات بقى ككل وده اللي بنتكلم فيه فكرة اختبار الحارس. أنا بلعب قدام منتخب قوي. منتخب مش قوي من وجهة النظر التصنيف. أنا في الناس تقبلت كالشناوي 40 تزديدة. السبعتاشر دول كانوا انترجت. أبو جبل استقبل 36 تزديدة. طيب يا سيدي الأهداف المتوقعة. على كل واحد فيه. بالزبط كده. يعني كان مفترض يدخل مرمى كامل. منتخب مصر بالكامل في مرات في وقت الآية الشناوي 4-77. يعني تقريبا المفترض منتخب مصر كان يستقبل خمس أهداف. اللي حصل إن منتخب مصر استقبل هدف. أبو جبل والمفاجأة إن أربعة وواحد من مية. يعني الفترة اللي لها فيها أبو جبل مع المنتخبات اللي المفترض هي الأقوى. كان معدل استقبال الأهداف المتوقعة على مرمى منتخب مصر كان أقل من مواجهة الشناوي. لأن ده نقطة الأرقام ما بتجذبش يا جماعة. نحن بنوضح للناس لأن الناس راحت لسكة أغفلوا تماما دور الشناوي. طيب هتقول لي بس ده ممكن يحط الكرة برة تيجي في العرضة. أنا عايز بقى الأهداف المتوقعة انتارجت لكل حارس. هتلاقي إن الشناوي تصدى لأهداف متوقعة اللي كانت متوجدة على مرمى انتارجت. ثلاثة وثلاثة وسبعين من مية. يعني المفترض الشناوي كان يدخل مرمى حوالي أربع أهداف. خمس أهداف. أربع أهداف. منتخب مصر كله خمس أهداف. بزر. ففيه مهاجم طلع كرة برة. أنا بتكلم إن الشناوي تتعامل معاه. أو مهاجم تتعامل عليه بلق من مدافع. لكن اللي الشناوي تتعامل معاه هو ثلاثة وسبعين من مية. ده الانتارجت. طبعا. فدخل مرمى هدف واحد. شفت أبو جبل. ثلاثة واثناشر. يعني أقل من الشناوي. برغم أن أنت لعبت قدام خصوم أقوى. لكن أنت كان تركيزك أعلى. لأن مستوى مصر كان في تزايد. بشكل مستمر وتصاعد. فقدرت أن أنت تحافظ على تركيزك دفاعيا. فكان أيضا الشناوي متفوق. في فكرة تصدي لأهداف متوقعة أكتر. كمان الانفراضات. الشناوي تعرض لثلاثة انفراضات. وان ان وان. قدر يتصدق للثلاثة. وده نوع أيضا من أنواع التركيز الدفاعي. اللي حصل معنا. وزاد معنا خلال تصاعد البطولة. الأرقام دي لا تجذب. دي أرقام بتوضح بشكل كبير جدا. بشكل كبير جدا. إن الشناوي متفوق على أبو جبل. ولكن الاتنين هم الأفضل في البطولة. لكن نقطة مهمة اللي فارس سألني فيها. والمفاجأة. إن مثلا مباراة زي مباراة الكاميرون. توقع كده. الأهداف المتوقعة على مصر قد دي. لم تتخطى واحد. مباراة الكاميرون. تخيل مباراة زي مباراة السودان. وهي في دور المجموعات. كانت الأهداف المتوقعة أعلى. اللي المفترض يستقبلها مصر أعلى. وأنت بتواجه السودان أعلى من الأهداف المتوقعة. اللي أنت بتواجه فيها منظم البطولة. ودي الحتة اللي كتير جدا بنى عليها القراء. في فكرة أصل ده كان بيلعب كذا. بالضبط. بس في النهاية الفعلي. والفرص اللي قتحت لك. دي وجهة نظر أنا شايف. منتكلم بموضوعها. بنتكلم بأرقام. بس أنا بقى هختلف مع كل اللي تقال ده. هختلف ايه؟ مش في أنه هو غلط. ده بالعكس ده أنا. إحنا أقرنا بواقع. بس هقول لكم حاجة. ده إحنا بنتكلم فيه في كاس الأمم الإفريقية. تعالى قررنا. حطينا أرقام. بتدي الشيناوي أفضلية نسبية. اللي اتنين كويسين. أنا بقى النهاردة كمدرب بختار. ممكن أجي عامل إكس على كل ده. واروح مقرر إن أبو جبل لازم اللي هو يلعب. لأن إيه؟ حالته الفنية دلوقتي قوي. يبقى الجزء المكمل بقى لده. واللي عرضناه بالأرقام. لا ده ده مش خلاف. ده تكميل ليه؟ أه طبعا. قال لك أنا بكلمك على فكرة إهدار حق الشيناوي. من التقلق في البطولة. ده طبعا. ما عايز أقول لك. ده لو أنا خلاص سبت ده. تعالى بقى الحالة الفنية. ده أصلا الحالة الفنية دلوقتي. في رأيي. مفيش مقارنة فيها بالأرقام دي قاس. تعالى شوف الشيناوي في مباراة بيرامتز. تعالى شوف الشيناوي. ودي مباراة قوية جدا. ونسبة الأهداف اللي يقدر المنافس يسجلها كبيرة. وكمان الفعالية. التصديات كمان. بالضبط. احنا كنا عرضين في بيرامتز. التصديات الشيناوي كانت عاملة إزاي. كمان تعالى روح للمباراة زي سانداونز. أنا في رأيي لو لم يتواجد الشيناوي. كنا هنخرج بنتيجة كبيرة. أكبر من النتيجة اللي حصلت بكتير جدا. على الجانب الآخر. وجاب الحرس جيد. فرق فيه تصدي للشيناوي صعب جدا. مباراة المريخ السوداني الى هدف اللي دخل مرمى الشيناوي. يعني تصدد شبه الانفراد. بالضبط. شيناوي فاق. ولما الشيناوي بيفوق ما يقارنش. ده بقى اللي خلاني قلت الأحمد في بداية الفقرة. هو احنا ممكن ندخل في التفكير بتاعه. مين يبدأ. مدير الفني فكر زي ما هو عايز. بس احنا أنا هنا بالنسبة لي. والله ليست انحيازات أبدا. لان احنا من أكتر الناس. على فكرة. يمكن كان الناس بتتكلم معنا. انتم مدينا أبو جبل حق أكتر من لازم. خلال بطولة. والله اسمعتها من الناس كتير. تمام أبو جبل. تمام. بس احنا. لا. أنا كنت مقتنع عن الرجل في اللحظة دي. عشان كده. لو استثنينا اللحظة وقتها. اللحظة الفنية دلوقتي. الجاب كبير جدا. أنا شفت الهجمة بتاعت بيترو أتليتكو. قرار خروج أبو جبل. القلشة اللي حصلت. في مواقف كتير جدا. أصلا انجولا احنا راحين لي. فالقصة واضحة جدا. ان فيه فوارق فنية حاليا. تخلينا. جايين لانجولا. وجايين لكابتن جمال عبد الحميد. مش ناوي ولا ايه. فبالنسبة لي. لا. الكرة داخل الملعب. هي اللي بتوضح لك. مين عنده الكفاءة الفنية دلوقتي. وانا مغمض. هاخترش انه يكون بيبدأ. ليس لأي حسابات. لا علاقة حتى بأرقام قبل كده. لا علاقة بالوضع الفني الحقيقي. ده بالتأكيد. ولكن الارقام القبل كده. كان الهدف منها. والتارجة الاساسية. فكرة اننا نوضح. ان كان فيه حارس كبير. اسمه كابتن محمد الشيناوي. افضل حارس في دور المجموعات. قدر يصل. ويسلم الراية لحارس كبير. ايضا محمد ابو جبل. في وقت صعب جدا. في تعرض الاختبارات صعبة جدا. كان المفترض في الفترة. اللي لقى فيها 375 دقيقة. يستقبل مرمى المنتخب المصري. حوالي خمس اهداف. خرج بهدف واحد فقط لغير. وانتو كنت شايفين ماذا صعوبة الهدف. لكن بالتأكيد كل ده لا يعني شيء. امام التوفيق. مش بس للكابتن محمد الشيناوي. او لبو جبل. وان كان بنسبة كبيرة خلاص. يعني الموضوع محصوم ومتعي. لكن لكل اللعبين. وقبل اللعبين. الجهاز الفني. ونتمنى يكون فيه حالة. من الوعي الجماهيري. اللي انا واصف فيها تماما. هي فكرة. امتى تدعم المنتخب. في المدرج. دور مهم جدا جدا. عاوزين ناس رايحة تشجع. مش رايحين نتفرج. اعتقد يعني. شركة تذكارتي. بمجرد ما اعلنت بس عن التذاكر. الموضوع عليه اقبال غير طبيعي. لدرجة ان الموقع دخل عليه. في اول يوم. 30 مليون زائر. رقم خرافي. رقم كبير جدا. بيوضح قد ايه. حلم المصريين. ودعمهم لمنتخب مصر. من اجل الصعود. نتمنى يكون الوعي. خلال 90 دقيقة. وتشجيع 90 دقيقة. والمواقف. ربنا ما اعرضنا المواقف حالجة في المراه. نكون دايما خلف المنتخب. لسه عندنا كلام كتير. ولكن بعد الفصل. ورجعنا لكم استمرار حلقتنا من الاهل خط احمر. متمنى بقى تركزه معانا. لان لو البعض مش مركز. احنا مركزين في دايما اللي بيتقال. وايه فكرته. وايه اللي وراه. يمكن بنشوف دايما فكرة هنا. والله ما بيرسي تاوي. ولا مكسوني. ولا مسماني. ولكن جمع الصورة كلها مع بعضها. هتلاقي الصورة هي اي شيء يخص النادي الاهلي. مين اللي بيعمل كده مؤخرا. ومش مؤخرا بس. ده يمكن تقريبا طول الوقت. كابتن مجدي عبدالغني. كابتن مجدي عبدالغني. واضح ان هو عنده مشكلة حقيقية. مع ايه في النادي الاهلي. انا مش عارف. يعني. فرصة انتقد المدرب. ويا ريت نقضه موضوعي. انت مش عارف. ما نحرف والله يا اسامة. بس لو. هنا بقى ليس كل ما يعرف في القوة. بجد ليس كل ما يعرف في القوة. فللاسف الموضوع زاد. اي فرصة. بتشوف لاعب ورا لاعب. انا بدأت اتفائل باللاعب اللي بيستلمه كابتن مجدي عبدالغني. استلم لاعب قبل المباراة. وبقى اللعب ده ربنا هيكرمه. ما بتجيش معاك اشار الحاجة. يعني ما بتدكش انطباع. ان انت. لا كل ما بتتكلم على لاعب ربنا بيكرمه. اعتقد محتاجين نسمع. ونشوف كابتن مجدي عبدالغني. ايه الجديد بتاعه. لنقض النادي الاهلي. ونرجع. نقض. بيورينا عكس وجهة نظري. انا بقول اسف. انا بقول اسف. انما كل ما جيء مثلا اقول اسف لمسيماني. الاقي لا. مش معنى يعني. بلاقي اللعيبة هي اللي عملت. وبص الاقي اي لغبطة اعملها مسيماني. وحصل للنادي درب. فما مقدرش. اما اجا اقول اسف لميكي سوني. الاقي ميكي سوني بعد ما جامله جنين قعد. يبقى انا مش غلط. اجا اقول اسف لبيرسي تاو. الاقي بيرسي تاو كل شوية يتعور. تعويره تقعده ست شهور. وسبع شهور وخمس شهور. وانا قلت من الاول ان انا عندي معلومة ان الراجل ده عنده اصابة مزمنة. فيا جماعة. اللعيب قبل ما ييجي بتعمله اختبارات ليقى بدنية. والرسم قلب. وقبال انتم تجيبوا اللعيب عياد. وعنده القلب. وما تكشفوش عليه. وبعد كده تكتشف انه عياد. وتدوله عقده. هي مش مؤسسة خيرية. الاندية كرة القدم مياش مؤسسة خيرية. لمساعدة المحتاجين والغلابة والمرضى. لا. ده مؤسسة محترفة بتهدف للربح كان زمان. القانون الرياضة يقولك ايه المؤسسات الرياضية مؤسسات لا تهدف للربح. بص. فكلامك كله. اللي انت قلته ده. كلمة واحدة بس صح. وهي كلمة مؤسسة. النادي الاهلي مؤسسة. بس مش خيرية. مؤسسة ادارية. مؤسسة طربوية. مؤسسة في كل حاجة. ده المفروض انت تكون عارفه قبل اي حد. النادي الاهلي ما بتعملش مع اللاعبين بفكرة انه هم لعبين في مؤسسة خيرية. النادي الاهلي جايب لعبين. لعب زي برستاو. لعب دوري انجليزي. اعلى مستوى طبي. ممكن يكون موجود مع الدوريات الكبرى. اكيد الدوري الالماني وغيره. في الرعاية للعبين. لعب دوري بلجيكي. ايضا من الدوريات المتقدمة جدا. النادي الاهلي مش جايب لعب من مجاهل افريقيا. وبيقدموا وكمان ما عملوش كشف طبي. ده مش حية. ولكن استغلال الظرف واستغلال الخبر. لان انت تروح لما هو ابعد. وتحولها لاصابة مزمنة. وتحولها ان اللعب عنده مشكلة. وتحولها الاهضار المالي العام. ده القصة اللي فيها مشكلة كبيرة جدا. هو استغلالك لاي خبر يخص النادي الاهلي. لان النادي الاهلي اللي بتتكلم في ان الكرة قائمة على اقتصاديات وربح. ده النادي الاهلي اللي بيجيب ارقام رعاية. محدش يعرف يجيبها في مصر. ولا في افريقيا. ويمكن النادي الاهلي هو الوحيد اللي بيجابه اندية خارج قارة افريقيا. ويمكن موجودة في الشرق الاوسط. النادي الاهلي ده اللي خرج لاعبين للبريميون ليج في شكل غير مظبوك حتى لو مش مباشرة. محمد شوقي حسام غالي. بنتكلم في تريزي جيه. بنتكلم في رمضان صبحي. بنتكلم في جد واحمد فتحي. لاعبين كتير جدا خرجوا للدوري الإنجليزي بدرجاته المختلفة. واحمد حجازي ده النادي الاهلي. فلما تكلم النادي الاهلي. واسيب كل حاجة واكتزئ. واقول النادي الاهلي مؤسسة خيرية. انت بتتكلم عن كيان احنا ما نعرفوهش. احنا اللي نعرفه كيان النادي الاهلي. اللي عنده كل حاجة بتتعملها حساب. وتتعمل بشكل مهم جدا. كمان روح تواخد مسماني في النص. ان مسماني دايما مسماني هاته. فكرة هات للرجل ده جيبه. مسماني الراجل اللي القصة ماشي معاه. وانا مش شاف حاجة وشاف اللعيبة. هذا ليس كلام في كرة القدم. مفيش حاجة اسمها مدرب بيحققها اتنين دورة ابطال. وانت سبع سنين ما بتحققش. بيحقق مباريات كبيرة كلها. رجاء ودات ترجي سانداونت. بيلعب منتري اللي عمرك ما كسبته قبل كده. بيلعب هلال سعودي بيفوز عليه باربعة. واطلعه على مدرب موجود في النادي الاهلي. ومدرب الدنيا ماشي كده. واللعيبة اللي بتعمل كلها. ده ليس نقض. ده ليس نقض بالنقل بكرة. ده ليس نقض الحد بيحب النادي الاهلي. انا مش بزايد والله ومش بتكلم. بس اي حد بيشوف بعين العدل. حتى مش بعين الانتماء. هيشوف ان هذا كلام غير منصف. وغير صادق. وكمان بيقلوا من اي منطق. ممكن انت هتعبر بيه عن الامور. فرفقا بالنادي الاهلي. اللي ليه خير على ناس كتير او. بص. انا عجبني جدا. طبعا الكلام اللي انت قلته. لكن كلمة استغلال. ما عشان فيديوهات بقى. فا استغلال الخبر. لان انا للحقيقة يعني. الكابتن مجدى عبدالغني. في قضية خبر اصابة بيرسي تاو. هو دخل في اخر الصهرة. وعلى. واستغل الخبر بشكل كبير جدا. بس في النهاية. دفع فطورته. وفطورة اخرين. عشان نكون واضحين. عشان احنا هيقول. ما همشان اللي مطلع الخبر. هو حقيقي مش الكابتن مجدى عبدالغني. هو كان مطلع الخبر القديم. ان اصابته مزمنة. فمبدئيا في اصابة بيرسي تاو الأخيرة. الكابتن مجدى عبدالغني دخل في اخر الصهرة. حاسب على كل اللي قاعده. كله وشربه على الترابيزة. ليه. لان هو كان مستني. النقطة دي. وزي ما فرس قال. استغلال اي خبر. لمهاجمة الناد الهل. فده رقم وا. رقم اتنين. عشان انا عندي اربع نقطة لكابتن مجدى عبدالغني. احنا هنا واحنا بنتكلم عن كابتن مجدى عبدالغني. مبنتكلمش عن تاريخ كابتن مجدى عبدالغني. كلاعيب. تاريخ مجدى عبدالغني كلاعب كرة. بالنسبالي هو افضل لاعب. جاف تاريخ مصر. مش بجامل. اللي شافه كابتن مجدى عبدالغني. انا يمكن لحياته متأخر. لكن اللي شافه كابتن مجدى عبدالغني. هو بالضبط من دنسبالي يعادل محمد فوزي في الألحان كان سابق عصره ستة وتمانية يقدر يديك بنفس الطاقة لو كان فيه خريطة حرية في أيام الكابتن مجد عبدالغاني كنت تلاقي رجله دايسة كل حتة في الملعب فبالتالي ما تاخدناش يا كابتن مجد السكت أنا كنت لعيب كبير لأن احنا متفقين أن أنت لعيب كبير وحضرتك اللي قللت دورك في رقل الجزاء هولندا برغم أن أنت مسجل في تلات نهايات أبطال ققوس مع النادي الأهلي لكن أنت اخترت أن ده يكون كل دورك المترسخ في زهن اللي ما شافوهش مجد عبدالغاني كلاعب فدي النقطة التانية النقطة التالتة ودي المهمة جدا ودي بقى لجمهير النادي الأهلي طب ما نفترض أن بيرسي تاو كان مصاب بالفعل وأن الخبر ده كان خبر صحيح بالفعل وبرسي تاو تم إصابته يعني لقدر لا مرة تانية تمام وطلع هروح معكم لأبعد مدى وطلع أن بيرسي تاو يعني التشخيص ما كانش سليم نفترض جدلا يعني وكان مصاب هو أنا المفترض المفترض أنا بحاسب على كل تفصيلة بتفصيلتها وإلا أنا عندي تارجة عام عندي قايمة كبيرة عندي جهاز فني عندي تلاتين لعب مش وارد أن لعب منهم يكون اختياري ليه غير موفق ده مش لعب ده لعب وثنين وثلاثة واربعة هو ده مش بيحصل في كل مكان في العالم بيحصل في كل أندية العالم مش فيه مديرين فنيين بيكون لهم وجهات نظر واراء في قايمة وفي سكوائد وفي تشكيل وبييجي مدير فني تاني يكون له رأي مختلف وفي ضحايا لمديرين فنيين ولاعبين بيخرجوا من النادي وارد جدا أنا المفترض أعمل إيه؟ المفترض أننا لما أتلقى خبر زي ده ما ينفعش أكون أيضا بتربص بانتصارا لوجهة النظر أنا آسف والله أنا أقول الكلام ده لكن لازم أفكر أنا ترجيتي إيه من فريق كرة القدم دور أبطال أفريقيا الدوري الكاس السوبر المحلي السوبر الأفريقي كأس العالم للأندية أنا خدت ده 14 لعب يهمني جدا ما عنديش أدنى مشكلة أقولك أنت لعبت 16 ولا ما لعبتهمش أنا خدت الكلام ده بروتيشن كتير حسب مدرسة المدير الفني ولعبت 30 لعب أهلا وسهلا أنا خدت 4 من 6 خدت 3 من 6 أنا وجهة نظري إن هو ده اللي أنا المفترض البلان اللي أنا أتعامل بيه مع أي مدير فني أي مدير فني ففكرة إن أول لما يطلع خبر استبعاد لعب ألاقي الدنيا صعبة جدا وعندنا مشاكل كتيرة جدا وهجوم حد جدا أو فكرة إصابة لعب يا جماعة المفترض إن أحنا نشوف إحنا عابدين إيه الموسم ده حتى لو أنت شايف في بعض الإخفاقات وده بالتأكيد وعايزين نعالج واتكلمنا في الجزء الأول عن المعالجة أنا عندي أنا متصدر الدوري أنا أفوز ماتش الهلال أقدي التارجد بتاعي من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا أنا معايا برونزيت كاس العالم أنا معايا السوبر الأفريقي البطولة لأنني عبتها الموسم ده فقليلا من الهدوء فدي النقطة التالتة النقطة الرابعة بقى اللي ممكن نكلم فيها كابتن مجدى عبدالغاني هو ليه ده ما بيحصلش وما بينشوفوش مع لعبين في أندية تانية أصل ممكن كابتن مجدى عبدالغاني يطلع يقول أنا مدرستي إن أنا أنور الأماكن حتى لو بتيجي معاه بشكل خاطئ وبتيجي معاه بأخبار خاطئة لكن وارد تكون دي مدرسته لكن ما بشوفش المدرسة دي مع أندية تانية لما بيحصل إن يعمل مداخلة مع مسؤول في أندية أخرى منافسة للنادي الأهلي وغير منافسة بيكون دايما دايما اتجاه المداخلة تمام مظبوط عندك حق هو ده وتأييد مطلق لوجهة نظر الآخرين فليه كابتن مجدى عبدالغاني ما بيتبعش نفس الدهجة ده مع النادي الأهلي عندنا نقطة تانية اتكلم فيها كابتن مجدى عبدالغاني هنطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقد أنا عندي خبر بيقول حسام غالي يطلب التحقيق في إصابة برسي تاو والطبيب يوصي بسفره إلى قطر يا سلام يا سلام هنعالجه كمان يلا خلينا نعالجه ماشي هناخد ثواب إصابات برسي تاو في الأهلي من ساعة ما جاه اهو فيه فريق بيشتغل فريق إعداد زي ما كل حجة كل حتة المفروض يبقى فيه فريق يشتغل ويشوف مين إيه الصالح وإيه الطالح برسي تاو تعرض لإصابة في العضل الأمامية ثلاث مرات منذ انضمامه للأهلي الإصابة الأولى تعرض لها بخمستاشر سبتمبر وانتظم خمستاشر نوفمبر يبقى سبتمبر أكتوبر نوفمبر قادي شهرين ونص أو تلاتة ماشي أو شهرين ماشي ستين يوم الإصابة التانية تعرض لها تمانية وعشرين يناير خدوا بالكم وانتظم يوم تمانية وعشرين فبراير قادي تلاتين يوم دي التانية الإصابة التالتة تعرض لها النهاردة وهو محتاج تسع أسابيع ستين يوم عشان يرجع تاني للملاعب عجبني جدا كابتن مجد عبدالغاني بقولك عندنا ده شغل الإعداد كابتن مجد عبدالغاني لو ده بالفعل شغل الإعداد فبالطريقة وبالبلد كده على الهوى الإعداد باعك أنا ياسف الله تعالى بقى نقول لك شغل الإعداد بتاعنا عمل ايه أولا مبدأنا كابتن مجدي مفيش إصابة ستين يوم اللي انت تكلمت عنها ومفيش من فكرة من خمستاشر سبتمبر لخمستاشر نوفمبر ولو انت رجعت الإعداد بتاعك كابتن مجد عبدالغاني بونتها البساطة والأرحية وجبتها كده من غير أي كلام هنقول لك مباراة القمة فقط لغير بس وحنا عاديين كده من غير شغل الإعداد كانت خمسة نوفمبر وبرسته كان موجود قبلها مباراتين واحد وعشرين أكتوبر لإسماعيلي كان بيرتساو بيسجل هدفين وبيفتتح النتيجة يا كابتن مجدي فده لو شغل الإعداد أنا أسف الله أن أنا ممكن أسبب أزل الإعداد لأ لازم تراجع كويس الإعداد يا كابتن مجدي ده رقم واحد فما فيش إصابة شهرين رقم اتنين يا كابتن مجدي تمانية وعشرين يناير لا تمانية وعشرين فبراير ده كمان تاريخ غلط يا كابتن مجدي ده غير بقى الخبر أن الكابتن حسام غالي قاعد يحقق مع بيتسو موسيماني في إصابة بيرسيتاو أكيد يا كابتن مجدي بما أن الإصابة مش حقيعة يبقى الخبر غير حقيقي شفت الإعداد وصلك لفين يا كابتن مجدي هو مش الإعداد اللي وصل يعني ده ممكن يكون شغل الإعداد لا 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 الإعداد اللي وصل كابتن مجدي أصل الأرقام أولا ما بتجذبش تاني حاجة الأرقام ممكن أتلغبط فيها إنما هنا إن نقول طلب تحقيق على كابتن حسام غالي هنا بيتكلم في معلومة فالقصة واضح إن أولا أرقام غلط واستند لها إن طلب تحقيق وطلب كذا كذا فإنت هنا بتحط أمور إدارية وبتضرب بيها وبترمي لما هو أبعد كالعادة ده اللي واضح بالنسبة لي لا ده ما احنا قلنا بقى ما بني على باطل فهو باطل خبر وجود الكابتن حسام غالي مع بيرسيتاو تحقيق أصلا ما فيش عارف أنت أوافين التعابين هي فين الزابط مفيش أصلا إصابة فبالتالي مفيش تحقيق لكن النقطة الأهم واضح كده إن الناس عندها انطباع إن بيرسيتاو ده تقريبا صفقة فشلة وبدأ يتم نشر الكلام عن بيرسيتاو عشان تبدأ الصورة الزهنية تتلقى فكرة إن بيرسيتاو صفقة مش نجحة مع النادي الأهلي وإنه بيغيب كتير وإنه بيتم إصابته كتير فقولنا نعمل جدول النادي الأهلي عمل إيه من بداية الموسم لعب كم مباراة في كم بطولة وبييرسيتاو دوره منهم إيه ممكن نستعرض مشاركات بيرسيتاو مع النادي الأهلي ويتلاقي إن النادي الأهلي لعب في الدوري المصري عشر مباريات بيرسيتاو شارك في تسعة وهدف الفريق بخمس أهداف مبدئيا يعني دوري أبطال أفريقيا لعبنا في دور المجموعات لأن دور الاثنين وثلاثين ما كانش لسه الصفقات الجديدة تم قضاء فتم قيد بيرسيتاو مع الصفقات الجديدة من دور المجموعات لعبنا خمس مباريات بيرسيتاو شارك في أربعة يعني النسبة في الدوري المصري تسعين في المية من عاد مباريات تمانين في المية من دوري أبطال أفريقيا مية في المية من مباراة السوبر الأفريقي وهو اللي صنع الهدف لطاهر في الدقيقة الأخيرة اللي قدرنا نرجع معاه للبطولة مرة تانية كأس العالم للأنديا هي دي الفترة اللي غاب فيها بيرسيتاو لم يشارك في البطولة لم يشارك في أي مباراة ودي عشان بالفعل أيضا إصابت بقى هنا بيرسيتاو هتقول لي أنت ليس تبعدت كأس الربطة هقولك لأن كأس الربطة المباراة الوحيدة اللي بيت سمس ماني قرر يلعب فيها بالفيرستي تيم كان بيرسيتاو موجود في مباراة سموحة إذن مشاركات بيرسيتاو 14 مباراة من 19 لو استبعدنا كأس الربطة و 15 من 20 متحين لو دفنا مباراة كأس الربطة بص لو كابتن مجد عبدالغني كان تناول المشاركات دي من ناحية مدى رضاقه عن الكفاءة الفنية البيرسيتاو والله يا عمري أنا طبيعا ده ده مباراة فنية هنا قصة فنية ممكن تقول هو في الدوري محقق أرقام جيدة في دوري عبطال أفريقيا أنت منتظر منه أكتر هنا دي وجهات النظر الفنية اللي احنا بنتكلم عادي جدا وطبيعي ويبقى لنا قراء إحنا حتى فيها إنما زي ما قلنا كل الفكرة اللي تبنت عشان أوصل أن بيرسيتاو أولا عنده أصابة مزمنة ده رقم واحد غريب جدا أرقام مغلوطة عن مشاركاته فكرة التحقيق الإداري في الموضوع رابعا فكرة المباريات اللي لعبها إذن إحنا بنتكلم عن موضوع اتاخد كله بالخطأ طب هل ده عهدنا مع كابتن مجدي مثلا هي فكرة استثنائية شايف صفك التاو عنده تحفظ عليها عنده رأي فني فممكن متحمس شوية ولا ده منهج وده يفرق معاك مع أي شخص أنت بتتعامل مع رأيه في الحياة هل هو عنده رأي تيجي تقول أصلا الرأي ده المرة دي أنا مشايف حتى لو فيه زيادة شوية فممكن جانبه هو الصواف فيه ولا أنا عندي منهج عايز تعرف الشخص اللي قدامك وجهة نظره دي استثنائية ولا عنده منهج يبقى محتاج تشوف معنا الفيديو اللي هيتعرض على الشاشة دلوقتي نقدر نطلع للفيديو هل الفيديو مش جاهز طيب هل الفيديو جاهز معنا طيب خلاص نطلع للفاصل ونشوفكم بعد الفاصل ونكمل معاكو لها لخطأ ترجعنا لكم والأهل لخط أحمر وكننا قبل الفاصل بنكلمكم عن هل فكرة بيرسي تاو وتجاوز فكرة الخبر لأن إصابة مزمنة الإدارة بتحقق اللاعب عنده مشاكل مسيماني مدرب اللاعب هي اللي بتحرك هل كل ده كان وليد فيديو أو ظرفة أو حالة استثنائية ما تستهلش كل اللي احنا بنقوله ده ولا الموضوع فيه ترابس تام بأي نقطة تبدو سلبية كمان بتحصل فالموضوع يا باحتمل أكتر مما مفترض أنه هو يحتمل ونالكو هنشوف وقع أخرى تتعلق بلعب آخر عشان نعرف هل وقع بيرسي تاو كانت استثناء ولا هي قاعدة مع أي لعب آخر نطلع ونشوف الفيديو في كل ده بنجد أن في بعض الأندية اهدار للدولارات بدفعها اللاعيبة ما عندهاش مستوى أو ما بتلعبش أو المصري أحسن منها طب ما يعني دول لازم يتحاسروا وبعدين أنا طلبت قبل كده أن يبقى فيه سقف للتعاقدات لازم يبقى فيه سقف حان الأوان لأن يكون هناك سقف للتعاقدات بعد السفه اللي بيحصل فيه التعاقدات مع لعيبة لم تعطي ولن تعطي يعني أدي مثل قدام حضراتكم على سبيل المثال شفتوا المثل اللي قدام حضراتكم اللي على سبيل المثال كان لعب النادي الأهلي اهدار ملعب في النادي الأهلي مش في أي مكان تاني النادي الأهلي اللي بيتعرض لجهات رقبية بتيجي تشيب بأداءه المالي وعنده اقتصاديين يستحقوا الإشادة ويستحقوا السناء وشوفنا ده في ميزانيات النادي الأهلي وفي أكتر من مناسبة على الجانب الآخر عندها أخرى لعبين بيخرجوا منها أضايا محاكم دولية غرامات ورصة لسه ما خدوش فلوسهم على الجانب الآخر مدربين بيخرجوا برضو بيرفعوا أضايا وهكذا مدربين جودات بييجوا عشان يرفعوا أضايا زي المدربين اللي قبلهم عمركم ما هتشوفوهم على الشاشة عمركم ما هتشوفوهم هم المثال لعب بيتاخد هو المثال لإخدار المال العام وهذه الكلمة الكبيرة اللي كلنا أكيد بنحترم المال العام ونعرف أن المال العام دايماً له موضوعيته وليه قيمته فلما يجا استغلوا الجملة دي في لاعب زي ميكي سوني اللي هو جاي بقيمة مالية ضعيفة جداً جاي بتعاقد من ندي وشوفنا هو وقتها كان قدامنا أمام سيمبا لعب وقت لتعاقد معاه محدش جاء قال دي قيمة كبيرة لأن هي قيمة بتدفع في لاعبين كتير جداً في الدوري المصري يا كابتن ماجدي تعالى بص اللاعب زي رمضان صبحي وهنا أنا بقعنيها بكل الأرقام اللي اتدفعت فيه تعالى شوف مردوده في الدوري المصري صنع كام سجل كام مش هتلاقي أرقام هل ده إقدار ملعام ولا لأ دي مش قصتي لأن أنا مقتنع في الكرة بحاجة مختلفة جداً رمضان أنت ممكن جايبه كبيرامدز شايف أنه بيديك أدد فاليو على سبيل حتى فكرة الانتقالات فده شأن يخص بيرامدز ولا أعني أبداً أن أنا أخذها بالمعنى ده ولكن ميكي سوني اللعب اللي جاء براتب ضعيف جداً مقارنة بلعبين كتير جاء بصفقة انتقال بتتدفع في أي لعب في الدوري المصري وحطه تحت أي لعب نتخط اللعب اللي بيعرف يبصي في الدوري المصري بيتدفع فيه أكتر من ميكي سوني ولكن تخرج بشعار زي إهدار المال العام ولما باجي أتكلم على إهدار المال العام أعرض على الشاشة صورة ميكي سوني من صورة أي لعب آخر والأمثلة كثيرة جداً جداً لعبين لأول مرة يدفع فيهم فلوس في تاريخ انتقالاتهم كان بيحصل من أندية أخرى وشفنا ده كان في أندية أخرى وما شفناش الصورة وما شفناش فكرة إهدار المال العام وما شفناش فكرة إن فيه مشاكل يبقى ده غرض وده تربص وده مشكلة مع النادي الأهلي واضحة جداً أنا عايز أصدمك وقولك إنه هو في نفس الحلقة لما قال هتقولي إن بيرمز على سقف الرواتب ما لكش علاقة خلي بيرمز يخسر بس أنت ما تخسرشه ده اللي أنا اتكلمت فيه في الأربع نقط اللي أنا اتكلمت فيه مع كابتن مجد عبدالغاني إنه إحنا مش بنشوف الكابتن مجد عبدالغاني في حدة النقض ده حتى لو إحنا من وجهة نظرنا مش موضوعي تستمر عدم الموضوعية دي مع أندية أخرى لا هو مرتبط فقط لغير بالنادي الأهلي ومش بس لعبين لا ده كمان موضوع متعلق بالجهاز الفني نطلع نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب فالمهار ده هو اللي عمل اسمك عم سمان اوعى تتخال إن انت عملت حاجة للنادي الأهلي ده انت ولا الهوى بطولة أفريقيا هناخدها بيك أو بغيرك اوعى تفتكر إنك انت جبتنا تديم من ديله لا ايه ده كده ونشوف الكابتن الخطيب عايز منك ايه واعماله عشان اوعى تفتكر إنك انت أكبر من النادي الأهلي محدش أكبر من النادي الأهلي ولا الكابتن الخطيب نفسه أكبر من النادي الأهلي ده طريق الكابتن مجد عبدالغني مع النادي الأهلي مش لعبين لا مع مدير فني أيضا محقق اتنين دوري أبطال محقق اتنين سوبر محقق برونزيتين كأس العالم للأندية محقق كأس مصر وإن شاء الله إن شاء الله تستمر الإنجازات ويستمر تحقيق البطلات الغريب إن كابتن مجد عبدالغني كان له تصريح من سنتين بوضوح جدا قال أنا بحب النادي الأهلي وأحب الاختيارات تكون أفضل للنادي الأهلي اختيار بيتسو مسماني مدير فني للنادي الأهلي من وجهة نظري لو محققش دورة أبطال أفريقيا ده لازم اللي يتحاسب اللي جابه ولازم يمشي طب لو حقق بطلات يا كابتن مجد قال لو أنا أخطأت أعتذر هل اعتذر الكابتن مجد عبدالغني عن وجهة نظره في اختيار بيتسو مسماني مدير فني برغم إنه كان حاطت وقتها المعيار هو النجاح في بطولة أفريقيا برغم أن دي أخرى تعاقدت مع نفس الفترة تقريبا مدير فني آخر وما كانش حاطت نفس المعيار للمدير الفني ده اللي وقته بشمعنا بقى قال لك لا أصل الأهلي طب دلوقتي يا كابتن مجدي الأهلي مع بيتسو مسماني اللي حضرتك قلت عليه في وقت من الوقات ما وصلش بنا الحال إننا نتعاقد مع مدير فني من جنوب أفريقيا نقطة منتهى من وجهة نظري التقليل من شأن كرة القدم في جنوب أفريقيا وهل ده اللي بيحصل ده والانطباع اللي عند بعض المقدم البرامج والمحللين من فكرة لون البشرة والثقافة اللي جاي منها المدير الفني هي دي اللي بتخلي الانتقاد لبيتسو مسماني سهل يعني لو كان بيتسو مسماني بملامح أوروبية هل كان ده هنشوفه من كابتن مجد عبدالغني ومن المحللين لا هي ده أهم نقطة ممكن قبل ما كنا نخلص الفقرة دي نقف عندها لأن فكرة العنصرية اللي بتعرض لها بيتسو مسماني والبعد وقال لك وقفية العنصرية فكرة ما وصلش بينا الحال ان احنا نجيب مدرب من جنوب أفريقيا دي أنا بشوفها إهانة مباشرة لأن كابتن مجد عبدالغني تعال بقى يبص لنفسه ويسأل نفسه طلع احترف في البرتغال في برامار تخيل ان الناس في برامار ما تقيمش كابتن مجد عبدالغني زي مسماني السيفير الراجل الوحيد اللي خاد في سانداونز ده رابطال أفريقيا والوحيد اللي خاد سوبر ده اللي كفأته اللي ودته النادي لاله اللي خلت كابتن محمود القطيب ييجي يقول ده راجل مصنف لا ساب كل العامل الفنية وخده على بلده وعلى فكرة ان ما يوصلش بينا الحال نجيب مدرب من جنوب أفريقيا فيقوله في البرتغال ما وصلش بينا الحال نجيب لعب عربي واحنا عندنا لعبين من البرتغال كنت عتشوفها ازاي كنت عتشوفها اهانة ليك ولا لأ لان تم اخفال المعيار الفني وده الجيم لعب انت بتتربص بيه في فكرة اصابات مزمنة لانك مش قادر تتكلم على السيفي بتاعه ولاعب مستني اي حاجة فتيجي تقول ده مقداش مرضوط فني ومدرب مش قادر تتكلم فنيا فبدأت تقول المكان اللي هو جاي منه شيء انا شايفه مفوش اي نوازع لا علاقة بدعم النادي الاهلي خلينا نوضح بقى يعني يمكن احنا بنتكلم من خلال قناة النادي الاهلي ووجهة نظرنا وانتمائتنا اللي بيتابع طبعا مباريات النادي الاهلي في افريقيا وبيتابع الاعلام سواء التونسي او اعلام في بينسبورتس ستلاقي فيديو واضح ويعني مبسخ جدا وسلس جدا مع نجم القرى التونسية واسطورة القرى التونسية الكابتن طارق دياب هو بيوشيد بشكل مبالغ فيه من وجهة نظر كابتن مجد عبغاني لو شاف الفيديو بالتجديد لبيتسو مسماني وازاي نجح النادي الاهلي ان هو يحافظ على مدير فني قلمة الفرق الكبيرة في افريقيا تجد مدير فني حق هذه النجاحات فهو شاف ان عملة المدير الفني اللي عارف افريقيا اللي بيقدر يحق بطولة افريقيا اصبحت عملة ندرق جدا فكان لازم من وجهة نظر الكابتن طارق دياب ان النادي الاهلي ينهي معه مسألة تجديده مبكرا وحسنا فعل النادي الاهلي وشايف ان النادي الاهلي حافظ على استقرار ومن وجهة نظر الكابتن طارق دياب ان مدير فني بالنجاح ده لازم يوعد 3 او 4 سنين ده كابتن طارق دياب لا بص البشرة ولا بص الخلافات مع ادارة مجلس ادارة النادي الاهلي ولا بص اي شيء ففي النهاية الكابتن مجد عبدالغني بنحترم تاريخه كلاعب كبير لقرة القدم المصرية واكيد احد ابرز اللاعبين في تاريخ النادي الاهلي ولكن احنا بنختلف مع اراءك مع افقارك اتمنى يا كابتن مجد ما تطلعش تتكلم بشكل فيه تقليل من بعض الاراءة الاخرى وطول دول صغيرين وافقارهم صغيرين يا كابتن مجدي لو ما بدأتش تتطور في الافقار والتابع اللي بيحصل هتجد ان النهاية اعدادك بيطلع لك معلومات خاطئة وبيبيعك على الهوى نشوفكم بعد الفصل يمكن لو انتم مركزين معانا في الفقرات اللي فاتت كنت بقول ازا مهلك وبيترو اتليتوكو الفرق الانجولية فوسيما سألني انت ليه مركز مع انجولا تقول عشان كابتن جمال عبد الحميد هيستدعي انجولا واستدعي دورة ابتال افريقيا كابتن جمال عبد الحميد اللي له بعض الاراء بنشوفها دايما احيانا بيكون فيها وجهة نظر واحيانا اخرى بتكون على سبيل الترند او المراهنات اللي غالبا ما الاهلي تفوق فيها وده عادة النادي الاهلي ولكن لما نيجي نتكلم ونعقد مقارنات فيها كتير من التفاصيل محتاجين نسمع اللي تقال ونرد على التفاصيل عشان اللي بيتفرج على الكلام اللي تقال ده ما يتوهش وسط التفاصيل نشوف الفيديو الاهلي ايه لعب المريخ والله هو البطولة صعبة جدا لنادي الاهلي لسبب واحد انه معظم ما تشاتوا على ارضه او اللعب المريخ برتين على ارضه فلو حصل حاجة لو حصل حاجة الناس كلها تزعل جدا ان تحطي تحت ضغط لازم يكسب الماتشات اللي على ارضه كسب مريخ ثلاثة اتنين بالعافية انا ما تفرجش على الماتش انه كنت في انجولا ايه بس كسب او في ما انا بقولك والنهاردة المريخ فضحت ضغط ان انا الماتشات جاية ارضي انا فبقى بالنسبة لي الضغط لو ما حصلش نصيب وكسب هتبقى صعبة جدا فيمكن يمكن دي برضو مسهلان للموضوع ومصعبان للموضوع ان انا على ارضي معايا جمهوري معايا بلعب على الاستاذ السلام على طول فممكن اكسب سهل جدا بس لو حصل نتيجة كده هتبقى صعبة جدا للنادر الاهلي علشان يقولك ما فيش قرعة اسهل من كده ما فيش قرعة اسهل من كده واتغلبت او طلعت تبقى صعبة جدا ايه القرعة الاسهل من كده ان انت تلعب بماتشين على ارضك مع فرقة المريخ انت كذبانة وكمان مش مستعدة كونس عشان عندها مظاهرات في بلده او نقلة ماتشاها مصر فدي برضو سهلة جدا دي سهلة القرعة سهلة انت زمالك بيلعب بترو أتلاتكو برا وبيلعب برا وسجرادة برا يعني لعبت ما تشين بس على ارضك والباقي كله برا فبالتالي صعبة جدا ان انت لو حصل ما فيش نتيجة كويسة هتبقى ضربة وحشة جدا انما لو كسب عادي المفروض تكسب زي ضربة الجزاء اللعيب لو جابها دي ضرب الجزاء لازل تجابها لو جول صدها بيبقىها على واحدة الدنيا ليه صعبة على العجوم يعني انت شايف ان القرعة هي السبب في خروج نادي زمالك لا 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 بس كان المشوار صعب شوية على الحالة اللي كان طالع فيها اللعيبة من بعد الكسل اللي رابطه فكان الموضوع صعب جدا على اللعيبة انما النادي الاهلي لقرع خدمته دايما هتلاقي النادي الاهلي كده الناس بتحط له قواعد وتوازنات وحسابات مختلفة تماما الدوري اقوى من افريقيا افريقيا اقوى من الدوري شوف النادي الاهلي يبدو ان عنده بعض النتائج السلبية او عنده نقطة فين يبقى روح على طول لفكرة ان دي الحاجة الاصعب ودي الحاجة اللي فيها مشكلة كابتن جمال عبد الحميد ببساطة جدا بيعقد مقارنة ما بين مجموعة نادي الزمالك ومجموعة النادي الاهلي النادي الاهلي اللي في مجموعته اللي هو شايف ان هي اسهل لمجرد ان انت عندك المريخ هتلعب ومطشين هنا ده السبب اللي بان عليه كل فكرته انه هو مش الطبيع ان النادي الاهلي يخرج في الظروف دي بينما مجموعة الزمالك صعبة النادي الاهلي اللي بيلاعب فريقين هما مصنفين تواجدهم في دوري ابطال افريقيا موجودة على مدار السنين وهما بيترو اتليتكو الانجولي قصدي وانا اسف وهو بتتكلم في المريخ وبتتكلم في الهلال وفرق دايما مواجهاتها لها صعوبتها طيب انت شفت انك بتلاعب بالمريخ على ارضه المطشين فدي الافضلية اللي في المجموعة طيب ما شفتش ان النادي الاهلي اللي مرهق اللي لعب 3 مباريات زيادة في كاس العام الأندية وقابلها سوبر افريقي مع الترجي ما شفتش ان النادي الاهلي في المجموعة دي وصل بالحال انه يلعب المريخ هنا بعدها بـ 48 ساعة بيلعب بيرامدز بعدها بيطلع من مباراة بيرامدز على المطار عشان يسافر ساندونز في ابعد رحلة موجودة ما بين شمال افريقيا وما بين جنوب افريقيا هل انت ما شفتش ده هل ما شفتش وانا هنا والله مش عارف اوجه الكلام لكابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس ادارة نادي الزمالك ولا كابتن جمال عبد الحميد الرجل اللي طالع ضيف لان اعتقد انت مفترض يكون عندك مشكلة اكبر في انك بتخرج لتاني مرة من دور المجموعات على التوالي بتقابل سجرادة فريق ملوش اي تاريخ في دوري ابطال افريقيا مش من الطبيع ان الزمالكي حقق قدامه النتائج السلبية دي وبتيجي بتودع البطولة زي ما قولنا النسخة العشرين اللي ما بتحققش فيها اللقب اعتقد كان اولا ان انت تشوف الفرق فيه ولكن لو انت كنت حريص على النادي الاهلي ومهموم بالنادي الاهلي فبنبشرك النادي الاهلي حقق المطلوب منه ان شاء الله حظوظه كويسة جدا في مبارات الهلال واعتقد محتاج تشيل هم فرق تانية خالص لان النادي الاهلي بإذن الله في امان وبإذن الله حقق الحد عشر لا هو كده مش حريص خالص على النادي الاهلي ده هو بيقولك النادي الاهلي في مواجهة سهلة حريص انه ما ينفعش يخرج لكن خليني يعني اوضح نقطة مهمة جدا يعني خلاص فكرة التصنيف وفكرة ضغوط المباريات وقدر النادي الاهلي نوع بيكمل البطولة لنهايتها فبالتالي بيدخل في بطولات أخرى فده بيعمله ضغوط كبيرة جدا لكن في نقطة مهمة جدا يعني انت شايفة كابتن جمال ان لو انت لعبت مباراتين على أرضك كده المفترض يكون أفضل انا مش عايزة فجأك بس انت أكيد عارف ان الاهلي تعرض للنقطة دي قبل كده وبرضو قدر ان هو يصعد لكن لما الزمالك تعرض لنفس النقطة ما قدرش ان هو يصعد ايه دا؟ هو الزمالك تعرض قبل كده لنفس الفكرة اللي تعرض لها النادي الاهلي انه يلعب مباريات مع منافس في القاهرة دون السفر والاهلي نفس الكلام اتقررت قبل كده اقولك لان الفريقين كانوا في مجموعة واحدة ثلاث نسخ من دوري أبطال أفريقيا نستعرض نشوف الاهلي حقق ايه والزمالك حقق ايه دي 2008 النادي الاهلي تصدر ترتيب المجموعة 12 نقطة وكان معانا ديناموس واسك ميموزا ومع ذلك نادي الزمالك كان في مؤخرة الجدول الدوري الجدول المجموعة برغم ان هو لعب في القاهرة مباراتين مع النادي الاهلي استعرض الصورة اللي بعدها 2012 النادي الاهلي 11 نقطة مازين بعشر نقاط نادي الزمالك طبعا تشيلسي 9 نقاط فريق جاء كده واختفى فجأة نادي الزمالك نقطتين الصورة الثالثة 2013 والمرة الثالثة نادي الزمالك بيقدر المراد ينجح انه ما يكونش فيه مؤخرة الجدول ترتيب المجموعة ولكن ايضا الاهلي وارلندو هما اللي بيصعدوا من المجموعة ده معنى ايه؟ معنى ان مش فكرة ان انت تكون متواجد وبتلعب مبارات داخل القراء ده معنى بيديك افضلية لفكرة الصعود لا انت لازم تتعب وتجتهد واعتقد ده كابتن جمال انت شايف قد ايه الناس مضغوطة في النادي الاهلي ومن سفرية لسفرية وهذا قدر النادي الاهلي واحنا قابلين بقدر الابطال لان القدر ده قدر الابطال طبعا دي كانت اخر فكرة في حلقاتنا النهاردة نتمنى تكون الحلقة عجبتكم ولكن نقطة مهمة جدا جدا في الاونة الاخيرة ومقولة دائما وابدا ناس عارفاها ان فيه اموات ولكن احياء بذكرهم وفيه احياء اموات بفكرهم نشوفكم على خير والاهلي دائما منتصرا الاهلي فوق الجميع اشتركوا في القناة